السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكو دا كترة أتمنى الصوتي يبتدى يظهروا صورة دلوقتي وتبتدى تشوفوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اوكي هنا بتدى كده الناس تبتدى تشوف بتدى الناس تشوف كده تبتدى تظهر الناس عندنا عشان الناس بس تبتدى يتخذ بالها من بداية اللايف تمام اوكي الصوت وصورة كويسين دكتور ايمان بسي ربنا يكرمك شكرا اوكي هنا بنفر حول محد يقولين صوت وصورة كويسين شنت على طول تعيبنا بسرعة الناس سمعيني كويس شايفيني كويس خيني نستنى كده خمس عشرة دقيق كده خمس دقيق فيه اريدي الناس عارفة ان فيه لايف النهاردة بتهيق لي يعني ان شاء الله طيب الحمد لله صوت وصورة كويسين كويس وعليكم السلام ورحمة الله يوم بيتو اوكي دكتور ايمان اتحمد لله ان يكون واضح بتهيق لي انتو زي كده دكتور ايستراو بصنا هنقعد انا والطالبة بتوين سلم على بعض كتير كده هنقعد انا والطالبة بتوين سلم على بعض في الاول كتير كده وانا والله يا دكتور ايمان وانا تي عارفة كده عايكم السلام ورحمة الله وبركاته عندكاترة الناس ده خلتها هي على اللايف وخارت بالها من اللايف الله يكرم وانا بقولك احنا هنقعد ان قضيها سلامية انا عارفة كل الحبايبي بقى هاعدوا قضيها سلامية انا ستقولي انا لمي اللايف دوي مشي من هنا دلوقتي وانتو كمان وانتو كمان الله يكرمك يا دكتور اخلود الله يكرمك انا عارفة ان انا انتو خلص دلوقتي انتو ما شاء الله حفزتو لستيم يورد من كتر اللايف فانحنا دلوقتي لما هبتدي اتكلم في البرزنتيشن انتو انا مش هبقى سمع شايفة اسئلتكم بس انتو هتحطوا اسئلتكم وانا ان شاء الله هحاول اجاوب منها جزء بعد المحاضرة والباقي انا هرد عليه بكومانس ان شاء الله نفسي بإذن الله مش حد تي الله يكرمك يا دكتور انا دا فالبرزنتيشن هتبقى ظاهرة وانا فمش هقدر ان انا هشوف اسئلتكم طول الوقت اهلا وسائل دكتور اهلا بيكو جميعا اوكي طيب خلينا نبتدي كده هظهر البرزنتيشن بص بس نتأكد البرزنتيشن تمام كل حاجة تمام اوكي اوكي المفروض ان البرزنتيشن ظهر جزء منها دلوقتي شايفينها اقول لي اوكي دانية واضحة والله ان شاء الله دكتور احمد بيقول لي اللي كنت عاملها مع دكتور احمد بن حراوي ان شاء الله بإذن الله سون يعني قريبا جدا هيبقى في سلسلة كاملة هتبقى متاحة ان شاء الله انا جزء الاوليني نصقت مع دكتور احمد بن حراوي ان شاء الله بإذن الله مع السلسلة كاملة هتبقى لكل حاجة في المدكتور ان شاء الله يعني قريب انتظرونا بإذن الله اوكي يلا بينا انا هبقى يعني شايفاكو او انتوا شايفيني بس انا مش هبقى شايفة الكومنس اللي عنده اي حاجة يكتبها ان شاء الله جاوب عليها في آخر اللايف وخلينا كده نبتدي اتوكر الله اترى presentation واضحة قدامكو دلوقتي وجزء من الشاشة هتلاقوني موجودة فيه اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عبد المرسلين وصلي ومبارك على سيدنا وشرفنا وطرنا محمد الحمد لله انا دكتور اسرع جمع اوكي دي دي اس جامعة القهرة مجدف مف دي ماستر فورال مادسين دياجنوزة سان مجزيروفيشي راديولوجي كورس دايركتر في ماستر كي اكاديمي اللي بيكلمكم منها دلوقتي وجاي نهاردة اعمل كده عن الزملات واسفة ان انا اصدمكم بالواقع المرير في الاول كده you are not superman انا عارفة ان فترة دي بالذات الناس كله عمل تقول ان الدكتورة هم السوبر هيروز وكده انا مش قصدي خلص على الجزئية دي انا من زمان يعني يمكن انا خلال الكام سنة اللي فاتت دول انا غيرت الوريانتيشن بتاعة الزملات يمكن ثلاثة اربع مرات غيرت فكرتها وغيرت محتوها وصراحة أنا بعمل كده ليه بزق طبعا يعني منزق منزق من كترة من أولا بس لأ فعلا بعمل كده لأن أنتوا اللي بتغيروا الفكر بتاعي يعني كل ما بدرس مجموعة من الناس في كورس الزمالة كل ما بدرس جروب كل ما داكاترة بتدخل معاه الامتحان أنا طبعا يعني يمكن طلبتي اللي هما منهم في داكاترة يعني أكثر مني علما وعلى مقاما وكل حاجة بس درست لهم في موضوع الزمالة يمكن يقولولكو قد إيه الموضوع بيبقى ما بيننا يعني مطرابط احنا أنا عارفة كل حاجة عنهم تقريبا فده اللي خلاني أحس إن لأ التجربة بتاعت الزمالة محتاجة أن أنا كل ما دا أنا بتطور فيها يعني أنا نفسي أنا طبعا بتطور طبعا وإحنا ككورس في ماستر كيبنا تطور تطور رهيب يعني مش عشان برضو إحنا هايلين لأ عشان الناس اللي بتعمل لك تصبر عنك ما أي واحد بيشتغل في مجال التعليم إذا ما كانش يتعلم من الناس اللي بيعلمها يبقى هو مش إديوكيتر فده أول حاجة خليتنا كل شوية أو خليت الواحد كل شوية عايز يغير الفكرة إيه ده؟ إذا أنا شفت تأثيرها إزاي في الناس اللي لسه متخرجة وشفت تأثيرها في الناس المتخرجة بقى لها 15 سنة وشفت اللي سايب المهنة من 20 سنة ورجع ياخد معاها الزمالة فالناس دي هي اللي غيرت الاسكوب بتاعي وشفت اللي شغال بره بقى له سنين واللي شغال في يو كي واللي شغال في ألمانيا واللي شغال هنا ورجع ياخد زمالة فولاقي بقى الامباكت بتاع الزمالة عليهم فأنا كمان احتاجت إن أنا أشرح ده للناس فطب بيقول أنت السوبرمان في إيه بقى لما أنت بتتخرج وحتى بعد خمس سنين وحتى بعد عشرة سنين من التخرج ستيل كلنا بنبقى عايزين ننتقل للنكست ليفل أمنطقي جدا عندك يعني الملخص لأحلامنا كلها إما license to practice إنت عايز تاخد رخصة بلد معين عشان تروح تمارس المهنة فيه سواء البلد ده كان دور عربية أو أجنبية أو كده عايز تمشي في طريق سبيشياليتي حقك مش عايب إحنا دلوقتي المهنة فيها سبيشياليتيز وفيها شغل كتير عايز تفضل جي بي وخلينا نكونوا وقعين إن أغلب المهنة جي بي يعني ما نضرش نيجي نقول للناس أصنطة لو ما بقيتش سبيشياليتي مش تبقى موجود إزاي إحنا عندنا جي بي في مصر واخدين سبيشيال انترست وشغالين في شغل وعملين شغل ما حادش عامله يعني فعندنا ناس كتير عايزة تفضل جي بي وعايزة تفضل بتدير العيادة بتاعتها والبيزنس بتاعها بطريقة معينة وعندنا الفيلد الأكاديميك الفيلد اللي أنا بتكلم عليها دي عم متن أنت أول ما نتخرج تلاقينا استكلمك في طيب بص بورد أمريكي بورد استرالي الوري طيب الكندي الكلام ده كله وانت بتبطيري بص الموضوع من أبعاد كتير ان انت لسه متخرج ودلوقتي قدامك مشوار الإنجليش طبعا ومعاناة الآيلتز وما أدراكم ما الآيلتز يعني للي ما خدش التجربة المريرة دي اللي هو انت بتدفع فلوس وانت عارف انك راح سقط وراجع يعني بتبقى حياة مريرة كده شوية بس كلنا بتمر بالستيج دي وأنا مريت بالستيج دي فترة ما تفتكرش أن يعني أنا دايما لما أحب أعمل أحب أقول من خبرتي وأحب أقول من انتكاساتي يعني وانتكاسات بقى الطالبة بتوعي ومنتصاراتهم يعني صراحة دي الحاجة اللي لازم نقولها للناس يعني نقولي التجربة بكل اللي فيها فأنا ان شاء الله مصرر أن أنا نهارده أكلمك عن الموضوع بكل اللي فيه مويزاته وعيوبه طبعا لناس كتيرة جدا قرار إنها تروح تاخد معادلة بلد وتهاجر ده يعني لازم تبقى عامل حسابك على بلان A وبلان B عشان ما تبقاش زي حالاتي كده بعد ما قطعت شوت كبير مثلا في جزء البورد الأسترالي وكذا تسحى الصبح في ليلة من الليالي كده تسحى الصبح تلاقيهم قالولك أسفين ما بقناش عايزين دا كاترة أسنان زي الأول فالموضوع بقى أصعب شوية في بعض الأبشنز كتير من الناس يعني منكم بيبعتوا لإنبوكس دكتورة عامل ايه؟ أمل دا ولا دا ولا دا ولا دا في بعض الأبشنز خلي بالك أنها one way ticket يعني ايه one way ticket دي؟ يعني هجرة مش مش مجرد أنت راح تشتغل ولا رايح تدرس أنت رايح ومش راجع فالحسابات لازم تختلف وطبعا الحزبة دي كلها حزبة أني انت تفكر في أي معادلة لأي بلد ما تحزى فلوس ويمكن بعد اختلاف سعر الدولار الأزمة دي أزمتنا في كل حاجة أزمتنا في البورد أزمتنا في الدراسات أزمتنا في الزمالة يمكن كلنا بقى عندنا الأزمات وأي حد ينكر أن الفلوس أزمة يبقى مش عايش على الواقع يعني أول فلوس أزمة في حاجات كتيرة جدا خدعوك فقالوا أنت سوبرمان أنت هتتخرج هتعمل البورد الإنجليزي هتعمل الأور إي والبورد الكندي والبورد الأمريكي وبص وانت قاعد كده تسلى خد لك زمالة بريطانية عامة وخلص ودخل على المتخصصة يقول أنك سوبرمان زي ما قلت لك يعني فالأوبشنز دي موجودة وقائمة ولكن فكرة أن أنت تختار مين فيها وتروح لمين فيها يمكن مش أنا حسن حتى أكلمك على كل الأوبشنز دي لكن أنا جاي أقولك أن الحاجات دي موجودة وأن أنا جاي أكلمك على اختيار مهم منها فوجة نظري وهقول لكوا ليه لكن مش معنى كده أن أنا بقول إنها لاختيار الأوحد ومش معنى كده بقول إن يتعمل كده يهتفضل طول عمرك وحش ومش ناجح وكذا لكن أنا بقولك إنستيل الخطوط العريضة دي موجودة وهقولك ليه برضا أنا بتكلم عن الخطوط العريضة أو تمشي في سكة الماستر والبي اتش دي ويمكن سكة في بعض في بعض الأقسام في بعض الجماعات بتكون هيلة جدا وبعض الأوقات بتكون تجربة وخلينا وقعين تبقى تجربة مش مش سعيدة وبالإضافة أن ما بقتش متاحة زي ما احنا عارفين وستيل بي أوبشنز ما بنقولش إنها تقفلت يعني لكن بنقول إنها بقت متاحة يعني وما بين الكلانيكال ترينيك برضو عشان ما ننسهوش دلوقتي الكلانيكال ترينيك شوية بقى بينقسم لمجموعة من الكورسات وموضوع الكورس عندنا بقى في حاجات كتير جدا في أدفانس رغم إن إحنا ممكن نكون بنعترض على بعض البلاتفومز أو كذا يعني لكن still to be honest لا إحنا عندنا variation كتير وvariation حين variation كويس يسمح للمتلقي اللي يقدر يحكم إنه يتميز وما بين برضو إن انت تسأل نفسك بدلاتي إحنا عندنا حاجات emerging زي الكلانيكال ماسترز ما بقاش برضو الجو الأكاديمي المصمط فدي أنا شاف إنها opportunities أو قات بتبقى كويسة to be honest وما بين حاجة زي الترينيك بروجرام بتاعة الزمالة المصرية اللي برضو فيها تنوع وزي ما بقول لك ما بين الناس اللي موجودة جي بي بدون الأغلبية العظمى مننا ما نتحكش على نفسنا زي ما قلنا وstill أنا رأيي الشخصي إن أي حد بفكر يتخرج أو يعني بفكر السوري يكمل مع بعض التخرج خلي بالك we still need يعني to be honest إحنا كنيس إحنا لسا محتاجين جي بي يعني معلش يعني لإن هو خط الدفاع الأول معلش يعني أنا دلوقتي الواحد بعد فترة من هو بقى specialist أو غيره أو كذا أنا واحدة من الناس مش طعال medicine بقالي سنتين ما عملتش scaling بقالي أربع سنين من ستة شكونترة تفتكر مين اللي بيحولي كل شغلي الجي بي تفتكر أنا كل شغلي referral من الجي بي ولو الجي بي ما عندوش الوعي الكافي إن ده يتحول وإن ده يشتغل إحنا بيلاقي كارسة إحنا بيمفوق على كارسة وكل واحد فينا لما بياخده speciality بعد فترة أو بيقرر إنه بياخد speciality بيبقى للأسف مسك في الحتة دي ونسي حاجات كتير تانية فstill we need in جي بي بصراحة كمان إحنا دلوقتي ما عندنا جي بي with a special interest يمكن المصطلح ده عارفينه كويس قوي بتوعي أوكي لكن ال special interest بنلاقي ناس جي بي بقى لها عشرة سنينة بيشتغل شغير end أو عشرة سنينة بيشتغل شربيد ورغم إنهو ما خدش certificate and specialist وفي ناس منهم I trusted يعني في ناس منهم أنا بحول له حالات معينة مع إنهو مش certified جي بي لكن to be honest مش certified specialist لكن to be honest is a very good في ال speciality دي وأعتقد كلنا دلوقتي أدركنا قيمة التيمورك فبرضو فكرة إنه أنت تحط في دماغك إنه يبقى العيادة الوحدة فيها ده بيشتغل end وده بيشتغل peed وبقت قائمة ما بقتش زي الزمان الجيل الحالي بيشتغل مع بعضه بطريقة بصراحة كويسة جدا ومع زيادة أعدادنا عشان ما نتحكش على بعض مع زيادة أعدادنا التيمورك قادم قادم يعني اللي مش هيقبله دلوقتي ويقبل إنه ممكن يمسك جزئية معاينة يشتغل عليها بتاقي هيعاني يعني to be honest قبل ما أكمل لكم بقى وأتكلم على الجزء اللي أنا جاي أتكلم عليه النهاردة أنا بقى experience السنين اللي فاتت من تدريسي للقصة الكورسز بتاعت الزمالة من even الكورسز اللي بعملها أنا بعمل many courses كتيرة جدا بروح events كتيرة جدا بروح scientific days في جامعات وبره جامعات وأماكن خاصة وكل حاجة دايماً بحب أعمل filtering أنا شايفا قدامي أشوف ناس لسا متخرجة وناس متخرجة بقى لها سنين وكذا لا لا قيت فرق لقيت فرق جداً جداً ما بين المحتوى اللي بتقدمه لك الحاجة standardized أوكي زي الroyal college عبرة السنين هي كما بتتطور جداً وبتضيف وبتعمل حيب نتكلم على حاجة هي اللي بتستي الترند في الإدوكيشن اللي بتعلم الناس زي يعلمه فأدركت الفرق يعني الناس اللي بتحسسك طب مش عارفة إيه أنت ممكن تحصل على المعلومات دي من الإراية من حدة تانية no way to be honest يعني التعليم بالطريقة دي بالشكل ده من الحاجات المميزة آه أكيداً في ندي لي في حاجات كتير بس أنا ستيل شايفة من حاجات كويسة جداً والفارقة بالعكس ده أنا شايفة بقى مع الوقت إنه هو link لكل حاجات اللي أنا قلتها يعني أنت عايز تاخد ترخيص زي بريطانيا عايز تاخد تدخل امتحان تقيل زي البورد الكندي زي مثلا البورد الاسترالي فكرة إنه أنت في مرحلة ما تلقى لقيت ناس كتيرة جداً بتعد نفسها إنها تدخل امتحان زي زمالة وتدخل تعمل ترينيج نفسها امتحان زي زمالة طيب واحد عايز يفضل جيبيه ويفضل يشتغل في مصر مسلا مش عايز يروح له هنا ولا هنا فكرة إنه هو يبقى واصخ من معلومته هو واقف في عياته عارف يتعامل زي مع البيشنت عارف الصحة من الغلط عارف زي أبديت نفسه كل فترة من غير ما يحتاج إنه هو يروح يعني يسأل فلان والعلان لأ ده هو عارف السورس إذا يعرف يشتغل عليها فكرة إنه انت تعرف تعمل نفسك الكونتينيوس ايديوكيشن دي حاجة مرعبة في الزمالة أو بيعلمك ده وهتكلم يعني بيعلمك ده فأنا كمان شايف إنها لينك للطريق بتاعك الحاجة التانية طريق للسبيشيليتي أنا واحدة من الناس الزمالة اللي عرفتني أنا عايزيني يعني أنا شوفوا أنا دايما زي أقول لكم بحب أقولي الحقيقة بصراحة to be honest يعني أنا واحدة من الناس اللي عاد سبع سنين مثلا عبارة ما أدركت إن أنا بحب المدس عبارة ما أدركت إن أنا إيه ده أنا متميزة في المدس واشتغلت يعني as a clinician بره وجوه مصر for years على فكرة يعني فعبل ما أدركت الحتة دي أدركتها منين أدركتها إن أنا جيت تعلمت الحاجة بصح وتعلمتها طريقة تطبيقية مختلفة في العيادة فمع ده مع الإكسبرينس مع الزمالة أدركت أنا عايزة إيه فأنا شايفة بصراحة فكرة إن الطريق للسبيشياليتي يعني الزمالة بتمهدوا جدا وشفت ده في زمالي وفي طلبتي هم ببقوا زمالي خلاص في طلبتي اللي بيأخدوا معا الزمالة شفت قد إيه فرقت معهم في شغلهم شفت قد إيه عرفتهم الناس أوقت بتفتكر أنها بتحب الجراحة طب أنت تعرفي عن الجراحة أنت فاكر إن اللي أنت خدته ده جراحة لا لسه مش غير الجراحة طوير مثلا ده يتخيل لك فتبتيتي لما تعرف الأبجديات والبيزيكس المحترمة اللي بتعمل لها سيتينج رويل كوليج إيه ده ده أنت مفهومك بتغير تماما يعني أنت عايز تروح فيه يعني الناس اللي ناوي يتكمل في البريتش وي بكل أجزاء وبقى بالزملات المتخصصة وكده أنا شايفة أن هما وإمكن الكلام ده قولناه قبل كده يعني أن إحنا يا جماعة أنت عايز تمشي في قصة عايز تمشي في قصة البريتش وي من حيث الزملات المتخصصة يعني أنا شايفة إذا مصت إنك تبقى يا بريبارد يا إما دخل امتحان الزمان العام يعني شايفة دي هتبقى فارقة جدا جدا يعني فكرة أنت تبقى عارف البيزيكس بتاعتهم فكرة أنت تبقى عارف هم عايزين إيه دماغ الممتحن الترينيج الانوف اللي هتاخده في الامتحان أنا نفسي بحس أن لقطة الامتحان هي ترينيج يعني أنا بحس أن لقطة الامتحان نفسها هي أهم ترينيج ممكن يحصل فتو بي أنست أنا بعد سنين في الشغلانة دي أدراكت اللينك ببينهم يعني كل ما شوف قد إيه هي بتضيف لكل مرحلة من المراحل دي اتكلمت معاكو في الجزئية يعني حبيت أن أنا أقولها بصراحة طيب أنا جاي بميل هي أتكلم على الزمالات العامة يعني جاي تكلمين على مش جاي تكلم على الكرير عشان ما حدش يفهمني أن أنا جاي تكلمت بقى كرير في المطلق لكن أنا حبيت أنا بتدعي أن أنا إديوكيتر وبحب ألاحظ جدا أن الناس اللي بتتعلم معايا وأنا بتعلم منها وأكيدا يعني عشان الناس بس تقوليش أنت جاي أنت جاي أكيدا تبعي لنا الكورس بتاعك أه طبعا أنا جاي بيعلك الكورس وأنا جاي بيع سباح وأنا جاي بيع الكورس وأنا جاي يعني هتحك عليكم وأنا جاي بيع الكورس بس I believe أن إحنا بنقدم حاجة تستحق أن أنت تبصيلها مرة واثنين وثلاثة بس هو دا اللي هقول بس أكيدا جاي بيع الكورس أه ما نجاي هتطلع لك لايف على ماستر كي أكاديمي ليه ما هتسألش بقى لأسئلة دي أنا جاي أقول لك أن أنت You're not superman مش هتعمل كل الحاجات دي لكن تقدر أن أنت تفكر أن الحاجات دي موجودة وأنا وصلها إزاي وجاي أكلمك على باثوي أنا شايفة أنه هو فارغ في حياة ناس كتير في مراحل عمرية مختلفة You cannot be a superman but you can be a super dentist إزاي هي تدي qualification أنا بشوفها مميزة جدا ويمكن بتجمع لك qualifications مختلفة في مكان واحد ودي مزيتها بصراحة والcertificate نفسها هتكلم عليها وعن اللي بيتقال كذب وصدق عليها كله هقوله بصراحة ما تخافوش يعني أي دكتور سنة في الدنيا عايز حاجتين صح؟ عايز knowledge وعايز training لما تيجي تدور على knowledge هي دي الأزمة عصلا هي القاعدة الرئيسية بصراحة القاعدة الرئيسية اللي هتبني فوقها الترينيج هي knowledge ولأسف knowledge منين انت أوقات بتروح تاخد courses وبعدين بتكتشف وكتير حصلت معنا كلنا وأنا أقول لكم تاخد courses وتروح لكورس تلاقي أي كلام تروح تعمل في مكان ولأسف الترينيج ده حتى لو في هيئة معتمدة أو غير معتمدة وكل الترينيج ده ما يبقاش كويس بصراحة تيجي تقرأ كتاب ده أنا بشوف دلوقتي ما شاء الله كمية كتب الدكاترة بتداوالها مع بعض والناس تبعثلي تقول دكتور رائك في الكتب دي ما أنزل الله بها من سلطان أنا معرفش الكتب دي جاء منين أصلا ولا مين اللي مين هتنزل كتب متاحة أن الناس تقرأ وتتعلم منها ففكرة أني يبقى عندي مصدر موسوك للمعلومة وللنالج دي أهم حاجة أنت بتتعلم من مين فالستاندر البداية كده بتاعتك ومين كبير بتاعتك يا مين اللي بيعلمك بتتعلمك رائل كولج فالرائل كولج أصلا هي بتحاول طول الوقت تأبديت نفسها عايز أقول لكم ودي ممكن دي معلومة كل الطلب عارفينها إحنا لو نزل جايدلاينز قبل الامتحان باسبوعين ثلاثة بنخاف يجيلهم في الامتحان وبيجيلهم في الامتحان ليه عايزين يعملوا كده عشان عايزينك طول الوقت تتبقى أبديت وتتعلم الفكرة دي في حياتك تتعلم أنك ما تقفش فهي بتعلمك أن إوعى تكون فاكر أن المعلومة اللي بتلاقي British Society of Orthodontics نازل لها جايدلاينز بتلاقي من General Dental Practitioner the Scottish جايدلاينز طول النهار أنا مش عايزة أقول لكم أن المجهود الرهيب أن الواحد يقعد يتابع الجايدلاينز دي هو اللي أضاف له في حياته كتير جدا طبعا المجهود as a course director غصبا عني مش زي أي واحد ده هيكون بيتعلم بس أنا ببقى مصرة في الكورس طول الوقت أن أقول للناس ده من الجايدنز الفلاني طلبت يعرفين ده كويس ده من المكان الفلاني ودائما بنزل حتى الجايدنز على البيجز وكتا حتى للناس المسؤولة على الزمالة طيب ليه بقى بيفرق يعني ليه بيفرق إن أنا أخد المعلومة من الأماكن ده evidence-based practice ده evidence-based science دي حاجات مش منتدات فتكات زي ما أنتم عارفين دي حاجات مثبتة مرة واثنين وألف مش برأي ومش برأي فلان ومش برأي الدكتور العظيم ده برأي العلم سنة وراء الثانية والثالثة وأعتقد أن في الأيام اللي إحنا فيها دي في الحجر كلنا بندرج اللحظات قيمة العلم والعلم إنما كانوا الصح طول وقت تلاقي نفسك updated تبص تلاقي أنت كل كلمة في associations مهمة زي British Dental Association زي NICE يعني إحنا كلم على راجست ويبسايت وإنستيتيوت لمراجعة الحاجات العلمية والأفدنس بيس ساينس فغصبا عنك دي طريقة تفكيرك غصبا عنك أنت بتتنقل لليفل تاني خاص يعني أنت بتنتحم في الحاجات دي ومش بس بيتهالك ويقولك إراها أنت بتنتحم بنفس طريقة الناس دي بتمخهم ده بتفكيرهم ده فهم عايزينك يحطوك في الفريم ده أنك تبقى qualified enough إنك تدخل الامتحان تناقش الحاجات دي ويبقى عندك القدرة نكترف أنه دايما فيها Updates لو جيت قلت المنهج بتاع الزمال منهج كبير جدا وإنا يمكن في الآخر هقولكو هنس على إحنا بنعمليه في موضوع الكورس نفسه خطوط عريضة كده للWaves أو Domains أو Modules اللي إحنا بنتكلم عليها بنتكلم في موديول كامل Medical Relevant to Dentistry وده بيبقى مفرمة في الامتحان عشان هما شايفين أن أنت Not a Tooth Doctor وده دايما دي كلمتي وتعلمتها منهم في جانب Restorative يمكن الScope بتاع الزمال مختلف شوية في حتة Restorative وفي Surgery عنده كده وجهة مظهر مختلفة شوية برضه هندي هنس عليها وعلى موضوع Prevention بصفة عامة أنه مش مجرد Chapter وله مجرد محضرة وفكرة Preventive Measures والEpatient Education في حياتهم بقت Fatal لدرجة أنه في كل branch لازم تتعلم إزاي أصلا تمنع المشكلة ويمكن الكلام دي احنا خدنا بس لما تيجي تاخدوا بالطريقة دي بتلاقي applicable بطريقة رهيبة رهيبة لأنهما طول الوقت بيراجعوا أنه زي clinician يطبقها مش academic مش مجرد أنه انا ذاكرا وادخل للطلبة بتاعتي بقت الدكات تيجي تقول لي دكتورة فاكرة المعلومة الفلانية أنا استفدت فيها فاكرة الكورس الفلاني فاكرة المحاضرة الفلانية فبصراحة حتى ده لقيته فارج جدا يعني يعني اقولت الناس دي بتقول لي ليه ازاي ماشي الموظفين اللي عندي ايه الكلام الفاضي ده ليه شغلين بالنا بالحاجات دي لقيت ان حتى الحاجات دي مع الوقت فريقة مع الناس انا اممكن زمان ما كنتش بتكلم على جزء البروفيشناليزم في اي اوريينتيشن عشان كنت بحس بحس انه جزء تقيل وخاص بالبريطان هو بيعلمنا في بريطانيا يعمل ايه بس انا اتفاجئت من بتاع الناس اللي بتتعلم تقول لي يا دكتورة ده انا اخدت بالي من كذا ده انا عمري ما كنت باخد بالي من حتة الدكومنتيشن في الاثيكس فمش عارفة ايه فاكتشفت ان حتى دي بنيفيشل جدا للناس في زي ما بقولك انت بتتفاجئ بصراحة يعني في الزمالة انت نت تقول دكتر اني مور الناس دي دايما كنت تسأل الناس اللي موجودة انت دانتست ولا دكتر وناس تقول لي ده والناس تقول لي ده ودايما كنت بقولهم في الاخر انت دكتر with the speciality of dentistry لما نسينا ده تهنى لما نسينا الكلام ده تهنى عن شغلنا وتخصصنا وإيه اللي مفروض نتعلمه وإيه اللي مفروض نضيفه للمرضى بتوعنا وبقينا بنعالج سن بقينا بنعالج درس بقى عندنا حالة تخبط شريدة جدا بنعمل رفارل فوحالات مش محتاجة رفارل بنوجه العينين غلط بنسيب عينين عندنا تتعالج شهر واثنين وثلاثة هما محتاجين رفارل بنستخدم sources زي facebook posts وزي الحاجات دي كلها معدل بوست بتاعتي بوست بتاعتي طبعا sources هاي لما حصلتش طبعا بنستخدم طول الوقت الفيسبوك بوست كطريقة للتعليم أصلي يعني احنا ملقناش اللي علمنا تقريبا وملقناش اللي قلنا يا جماعة دي الحالة دي نفعش تقعد ده الحالة دي لها كريتير يا كزا فالكلام ده عندهم مفرمة أنا فاكرة ناس مرة بعطيتلي على الانبوكس قلتلي يا دكتورة احنا عايزين حضرتك لو تكلمين او تعملين بوست ازاي نكتب رفير اللتر أنا عمري ما كنت حاسة ان الجزء ده فايتر معيني طلبت بيمتحن فيه بالزمالة كل سن يعني انهم بيتحطوهم في بوزيشن انه يناقش كيس ويطلع ويطلع وقلتوا قدما رفير اللتر ويقون اكتبوا قلها بلا يعني ما دي حاجة ممكن اي حد تعلم لما لقيت الناس عندها أزمة في ده أدركت هم بيعملوا ايه هم بيعملوا كل يوم في عياتك تمارس ده ازاي تشتغلوا ازاي ودي ممكن تكون ممكن تبعت اللي بدرس بقالي سنين واتفجأت الناس بتبعت هالي دكتورة قريت تعمل لنا حتى الحاجات الصغيرة دي اكتشفت ان في فرق فيها والناس محتاجاها 90% من يعني الرقم ده قد يكون كبير او مبلغ فيه بس انا حبيت ابالغ حبيت افور من الاخر يعني الرقم ده مبلغ فيه احنا نتكلم مثلا من 70% من systemic disease ليهم oral manifestations انا دايما اقول الكلام ده هو مين بيفتح بق الpatient غيرك يعني مفيش غيرك تقريبا اللي بيفتحه بالتفاصيل دي فانت اللي فاهم كل حاجة فيه فلو انت ما خدتش بالك ايه الغريب الناس بيجي لها امراض مزدمنة وبيحصل لها مشاكل وبتطلط ما بين الدكاترة لا الناس بتنوت حاجة زي كده لو انا مش مدرك هي ايه مش هاعرف ان الخلفية بتاعتها ممكن تكون بالمنظر ده crones disease inflammatory bowel disease اللي بيبقى عنده polypes starting from opening of the mouth لحد الانس الناس دي ممكن تشلهم جزء جيدة من الامعاء الناس دي ممكن تقلب malignant transformation عشان حضرتك مشواخ ببالك انه في حاجة غريبة واعراض تانية كتير جدا لل inflammatory bowel ممكن يبقى في ulceration واخر 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 حاجة زي كده نوع من نهالك فيها مرة والتانية والتالتة للpatient this is a arthritis canadiasis من غير ما نفكر مرة ان الاعراض دي ممكن تكون diabetes ناس كتير جدا قارت الكلام ده وذكرته قال canadida بتيجي مع diabetes لكن ساعة التطبيق ما بيعرفش طب ليه هو ما تحط في situation ده وده اللي بتعمله فيك الزمالة بتوقفك في station osky بتوقفك في المنظر ده قدام examiner قدام الكيس بتعمل assessment في دقائق فده اللي بتتعلمه one for all systemic thinking ازاي يربط الحاجات من بعض ازاي يتعمل مال patient as a whole كله على بعض حاجة واحدة لان هم دي طريق تفكيره الماديك emergency انا قبل ما اخد الماديك emergency في الزمالة قعد سنين بشتغل في السعودية قبل ما اخدها انا كنت واخد اولا training basic life support من الاصر العين الفرونساوي وكنت واخد advanced trauma my life support course وبرضو من الاصر العين فرونساوي وبعدين لما رحت السعودية اخدت من American Heart Association لان ده الزامي لأي حد عايز يرخص هناك مش ميزة يعني I never I never feel أو I never felt بصراحة ان medical emergency applicable وقفت كده وعرفت اطبقها في بيتي وفي حياتي وفي الملات وفي كل لحتة اللي بعد امتحان الزمال قولا واحدا ليه هو بيحطك في مفيش حد بيحطك في مفيش بالطريقة دي زي مقلت لكم الامتحان نفسه training عشان كده في ناس كتير جدا تجيت قولي يا دكتورة انا يعني وده حصل معايا كتير جدا ياخدوا الكورس يحسوا انهم هتتعلموا في الكورس حلو جدا طبعا لان الكورس الديعي طبعا ولان الكورس ديركتور طبعا ياخدوا الكورس يعبستو جامد جدا يعني لدرجة انهم يقولولي ايه قسي دكتورة انا ممكن مدخلش الامتحان دلوقتي او انا حاسس ولاقي ناس بعد كده من صحاب الناس دي احنا عايزين يجي ناخد الكورس وانا بقى استفدت وكل اطراض وانت مدخلش امتحان وان الدنيا كل ما سأمرك الحقيقة اللي دخل الامتحان ودخل ودخل المفرمة اللي امتحان زي بقولك للمرة المليون اذا صورت فالماديك الامرجنسي من الحاجات الفيتل جدا عندنا فكرة بقى انه بينقلك للنكست لابل يعني هتلاقي الناس عمالة عمالة دارس الطلب بتوعي اللينك ما بين الدمانشيا والأورال ديزيز لما ديلي اميل مثلا جات نزلت خبر ان 70% من الناس اللي عندهم باردونتايتس عندهم كرانيك باردونتايتس ممكن يенд up with دمانشيا وز الزهايمر فتفاجئت انت نمزل لها جايد لائنز كمان ازاي نتعامل مع الدمانش فتفاجئت بالأرقام وبالمعدلات وازا هي في زيادة وان every three seconds somebody developed dementia في العالم كله وانهم بيتكلموا ان الموضوع بقى منتشر ايه ده ده احنا ده انا كنت فاكرة انهم بيأفوروا لما يكلموا عليها لأ اتفاجئت بقى لما عملت سمينار عن الموضوع كله ان قدي ايه الموضوع ده فارق ديه الحكاية مهمة مش بس حتة ان واحد يبعد دمانشا ولا غير ولا الكلام ده حتة ان دايما ابقى حتة ان دايما اتعلم الجديد واسأل نفسي واسأل نفسي لو جالي بيشانت كذا طب احنا كنا زبا من نكلم من الام اس ومال سكلوروس دي ما كناش بنشوف ها دلوقتي تظهر قدين اهو كلنا محتاسين في كورونا دي حاجات بتظهر اللي احنا كلها ما ذكرنا هوش او حد فينا ذاكرة اللي مجموعة الكورونا فيروس كلها وهي طالع من امتا امتا البروتوكول بتاع drug prescribing اللي بيغير فكرك بالكامل اللي بينقلك للحتة تانية خالص اللي بيعلمك فكرة ان الادوية ما هي الا اداء مساعدة ازاي يعمل assessment للpatient اللي عندي وامتا اصلا اكتب الادوية دي واي ال nature بتاعتها واي effects بتاعتها يمكن فيه papers دلوقتي طلع مثلا لسه شايفها قريب بتتكلم على optimum analgesia اللي الزمالة معلمها لنا بقالها سنين وللواحب بيقول وبقاله سنين ان احنا نكتب الcombination ما بين مثلا الابابروفن والparacetamol دي حاجات الواحد بيقولها من سنين ومين اللي علمها له اللي علمها له scotch guidelines وال royal college recommendations اللي بتنزلها والnice هم علمونا الكلام ده وعلمونا نبحث فيه بعد كده حتى ما خلصنا الامتحان بقى الواحد دايما يرجع يدور انا ببسط جدا يعني بتبقى اكتر اللحظات المهمة في حياة الواحد لما يبعث لي حد كان معايا في متحان زمالة ويبتعد يقول دكتورة انا جات لي الحالة فلانية وخدت بالي ان هي كذا وشفت الاحتاطات ورجعت وعملت واتأكدت ان الكيس محتاجة ايه وعرفت ان هي في الغالي ممكن تكون ايه ولما حاولت وخدنا بيوبسي وطلعت كانسر اكيد ايش مبسوط ان البيش عنده كانسر بس انا بسط اوي بولادي انا بقول لهم كده دايما بسط اوي بسط ان finally we are not making Hollywood smile بس مع احترامي طبعا للHollywood smile وكل الكلام ده ما هو ده جزء من شغلنا مش بقلل منه ابدا ولكن لما انا واحدة بتاعت مدسنو كل يوم والتاني جيلي حالات متأخرة جدا في الورال كانسر وبقالها شهور وايام بتتعالج غلط وبيخلعوا لها اسنان وهي اللوزنس اصلا بتبقى سبب الكانسر لما يبقى الموضوع ده منتشر لدرجة ان يعني فترات معينة للمهنة منظمة الصحة شافت ان دكاثرة الاسنان مش بيدفرنشييت مش بياخد باله ما بيعرفش يكشف على أورا الكافة يا عادري ابو مين اللي عمل فينا كده اللي عمل فينا كده حاجات كتير وعرفك دي مش قزمة دكاثرة الاسنان في مصر او في الدول العربية دي قزمة دكاثرة الاسنان في العالم كله ان الترايننج بتاعهم كان شوية في الحتة دي في تقصير كل مرة اقدر احمي الاسنان بتوعي انا مبسوطة ان انا اقدر اقول الاسنان ايضا simple preventive measures اش عايز اقولكو كم الاسئلة اللي بشوف ها ليه ونهار ان الناس يعني انت دكتور اثنان شغلك عبارة عن ايه عبارة عن شغل ايدك واللي نص نجاحه وفي حالات بيكون اكتر بيعتمد على المرضى بيعتمد على البيت فاحنا في شراكة بنا وبين البيت في نجاح التريمت فلما تكون مش عارف simple preventive measures اللي عين هستخدمها في البيت والفرق انا عمري ما رحت في مكان وسألت دكتور اثنان في اي مؤتمر رحت ولا اي كورس رحت ولا اي مكان ولا الانواء الانواء المختلفة والانواء المثوش والحاجات اللي انت ده بنزل تشوفها في السوبر ماركت يعني مش عارف اذا عايز اقولوك ان انا ولا مرة سمعتها تقريبا يعني فبرضو ده غلطة ايه غلطة يمكن احنا فاكرين ان ده مش مهم يعني فاكرين ان دي اللي كل العالم بيعملها recommendation بأنواعه باستخداماته بطريقته دي تبقى مفرامة في امتحان الزمال ده ليه بيعملوا الكلام ده دي حاجة مش مهم لما زي ما بقولوك ولقيت وانا بدرس الناس هنا وهنا لقيت موجود فعلا في كمينة الاسنان عرفت هما بيدرس هنا ليه وبيفرمونا في ليه عشان نص نجاح الطريق على الpatient انت مش لوحدك في العلاقة دي الpatient education والكلام ده برضو لقيته fatal العالم كل الوقت بتكلم من نص نجاح التريتمينت على الpatient education كم واحد فينا بيواغن مع الpatient يشرح له من الألف للياء دوره ايه وهيعمل ايه ده انا دايما لما بيجي اقول لكم يا جماعة بتكتبوا الماظهوش بتقول العينين ايه على الماظهوش يستخدموا كم سنة يعمل ايه وانه لو استخدموا بالعدد ده مش هيبقى نافع وانه لو استخدموا على تكاثرة الأسنان وتأثيرها على شغلي انا انا طلع عمري رغاية اعتقد واضح يا انا بواضح مش محتاج يعني وما نكتش بيت لكتشر يعني طلع عمري رغاية وطلع عمري كنت جيب وراء وقلم وقال اقول لي الpatient كذا وكذا وكذا بس لا الـ education خلاني اعرف اني مش هعدي الازمة دي ومش هعلم الpatient انا وهو مش هننجو بالtreatment plan بتاعتي من غيره ايا كان التreatment plan بقدمها له في الجزء بقى الموضوع مختلف عندنا شوية في الجزء بتاع الزمالة بمعنى احنا مش هنيجي نعملك احنا عندنا حاجات practical في الامتحان وانا هتكلم على شكل stations لمتحان برضو احنا مش هنيجي نقول لك والله انت بتفتح access ازاي ولانده ممكن يحصل في الشفوية في بعض الحاجات انه يسألك في بعض المتحانات وده منطقي وممكن يطلب منك بعض الحاجات practical زي ما اتفعل لكن الاسكوب الاكبر بتاع الزمالة انا دايما اقول الفرق ما بيننا وما بين الاجانب مش في شغلة ادين اوكي بالعكس احنا يمكن ان احنا عندنا ناس ما شاء الله قلبين الدنيا وانت بتشغل في سن صغير ودايما ده بيفرق معك جدا وبتشتغل على العينين من سن صغير وده بيفرق معك جدا في الماء لكن الفرق بشكل رئيسي هو في الحاجات اللي قدامكم دي diagnosis assessment treatment plan دايما الدياجنوزز عندنا في ازمة دايما عندنا spot diagnosis منعرفش نعمل diagnosis كويس ومحترم دايما بنعالج عرض ما بنعالجش مشكلة دايما بنعالج لقطة بنعالج سن ما بنعالج ش patients فهم عندهم الاسكوب ده fatal assessment فكرة ألاقيهم دايما مصررين يعلمونا إزاي لما جيلك dental treatment already متقدم ومعمول للpatient إزاي تعمله assessment وإزاي ممكن تقول للpatient إن اللي متقدم لك ده أفضل حاجة نهار أبيض وإنا ممكن أن أمشي الpatient برضو فلوس فلوس جاية ماشية فكرة إن هو يعلمك assessment وإزاي بيخليها vital جدا في الامتحان دي to be honest تعلم متاجر اللي بالزمال treatment plan الخطة الكاملة مش مجرد برضو إيه مش مجرد short treatment plan دلوقتي عامل endo لا ده أنا هبص الموراق الأحداث ده أنا هبص الpatient ده نفع معاه ده ولا لأ طب ده أنا هبص للpatient ده أي أحسر restoration بعدها طب restaurability طب الفكر ده طول الوقت تلاقي طريقة الأسئلة كده فبيعلمك غصبا عنك إن أنت تعمل diagnosis شامل تعرف إزاي تعمل assessment لأي patient قدامك أو dental treatment في حد ذاته كمان متقدم عشان تعمل treatment plan كاملة إزاي أعمل interpretation تبص تلاقيه جايب لك صورة وhistory مقتدب ويبتدي يقولك أنا عايزك تطلع معلومات منها فتعمل interpretation للدات اللي قدامك سواء كانت photograph radiograph cost عايز طول الوقت إن أنت تطلع داتا عشان طرف طبق في عياتك إزاي تويل information دي إزاي أمسكها ووزنها وjudج عليها وكلام دا بيحصل في إيه يا جماعة كلام دا بيحصل الأوقات في خمس داي وفي عشر داي وفي أرقام فلاكية كده يعني خمس داي تشوف case وتقدر تjudج وتقدر تديله information وعايز من كل دا عايز يحطك في situation وإزاي compromise إزاي أقرر إن أنا ممكن نعمل extraction لحاجة الناس كلها تقول عليها يعني المنطق موقف فتضطر إن أنت تعمل خطة وتنفذها في دقايق دا اللي بيفرق دا اللي بيعلم جزء الprofessionalism بقى بيبقى عندنا مجموعة محاضرات كاملة بقى ethics والinfection control والpractice management إن كده أول ما رأتكلم عليها دايما في orientation لإني برضو شفت الفرق في الطلبة فده اللي خلانا اتكلم الcommunication إمتى ما بينك وما بين الother professionals طول النهار بنعايني مع خلافنا مع ذا كثرة بشري إيفن مع زميلك في specialities تانية إزاي اتعامل معاه وإزاي اكتب له إيفن حاجة زي referral letter ولا غيرها إزاي أشرح لدكتور يعني أنا فاكرة أنا أعيز أقولك عشان تحس بأزمة الcommunication وإن الوحدة ديلي ما بيعمل communication بيبقى فارق فاكرة لما كلمت دكتور جهاز هضمي عشان أقوله إن أنا عندي patient شك إن هي عندها pitts jigger syndrome وإن أنا شفت كذا وشايف كذا أمش عايزة أقولك إن طول المكالمة الدكتور بيقول لي هو أنتو معلش تخصصك إيه هو أنتو تخصصك إيه إحنا إحنا كإن إحنا مثلا من كو captain فإحنا مقصرين في الحتة دي مقصرين إحنا مش موجودين ومنعرفش نعمل communications ففكرة تلاقي حد حتى يعلمك طريقة communications ما تروحش مكان اللي لو تنزل تشوف ال facilities اللي موجودة حواليك من مستشفى من صيدلية تتعامل إزاي مع التيم بتاعك من أول يعني أنا أقدر أعملها في عياتي وأقدر أنفذها في عياتي في العيادة بتاعتي مش حاجة ممكن من درش أن نفذها في مستشفى ولا في وحدة لكن أقدر أن نفذها في العيادة عندي الحاجات دي بنتكلم عليها يعني حتى لقيت طلبة بتوعي بتسئلوا في الكلام ده والجي دي سي عندهم النقابة من منزلة إزاي تتعامل أنت بتحس أن كل الستاندرز اللي في شغلك واللي في حياتك بيحصل لها بتترفع بتعلى بتبع أحسن كتير جدا وفي نهاية الموضوع ده كله أنا خلصت المتحان وعديت وذاكرته زي ما أنت قلت خدنا كم كبير جدا لأن أنا عايز أقول لك أنت لما دي جي تسأل فأي حتى ايه الريفرنس في امتحان الزمالة كتير جدا جدا يمكن مش المنطق أنت هتذاكر كل ده وده دورنا بشكل رئيسي في الكورس بتاعنا لكن بعد نتخلص المتحان طب أنا ذكرته وخلصت يا دكتورة وكذا أنا شايف بقى أن دي يمكن أهم حاجة إنها بتعلمك إحنا عندنا مرانش كامل مثبتة بالأدلة والقراءة طب إزاي أفضل طول حياتي عندي الكي اللي يخليني أفهم المعلومة اللي قدامي دي أجدش عليها سليمة وأقدر أعتد بيها وأقدر أخذها وأشتغل بيها في شغل يا رجل منلاقي دكاترة كبيرة أو دكاترة كويسة أو دكاترة كذا وتلاقيها منزلة بايبر أو منزلة حاجة أو ضعيفة أو ما أخدش بيها في حياتي ويمكن طبعا الدكاترة اللي شغال في المجال الأكاديمي فهم الكلام دي كويس لإن هي بتدرس طبعا ولإن هي بتعمل الرسالة وكل ده بيبقى جزء بالأثيس والحاجات دي كلها بتبقى فكرة أنت تبقى فهم مفهوم واضح كتير عن الدكاترة يمكن بيها ولقيتها نفعت لأ فبتفضل طول وقت بتعلمك لإن إحنا بنتعلم الكلام ده في زمال وبنعلمه لكم إزاي لما جيلك تشوف أرتيكل قدامك أو تشوف بيبر بغض النظر مين اللي كتبها بغض النظر عن الهيئة اللي عارفاها لإن كمان إحنا بنعلمكم إيه هي الأفدنس جونالز والويبسايت اللي فعلا تاخد منها مش جوجل يعني مش كل حاجة مش زي ما أنت فاكر يعني مش وكيبيديا مثلا فإيه الحاجات اللي تاخد منها أنت كمان بتتعلم السورس لأ ده أنت كمان معك الطول عاك الكي اللي خليك لما تيجي تبص على حاجة يا جماعة أنا شايف إن الكلام ده مش منطقي ده بقيل إنك تعلمت تعلمت شغل تعلمت 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 فأنا شايف فأنا دي ممكن أقو حاجة في الدين إنك تفضل طول العمر تعرف تجج على المعلومة اللي قدام الجزء الثاني اللي أكيد عايزين تسمعوه how to be certified نتكلم بقى على الشهادة نفسها إحنا عمدنا روال كوليج في منها حاجات من 1400 وشوية وفي منها حاجات من 1600 وشوية يعني بنتكلم على صرح كبير جدا من ومن رفع المستوى بتاع الدكاترا سواء لطب بشري أو أسنان أو بعض حاجات التانية يعني بتدي حاجات زقوات زي بعض الهيلث البروفيشنل زي لآخرين بس مين اللي احنا بنتكلم على كده ليها بشكل رئيسي أربع برانش تلاتة منهم بيعملوا امتحاناتهم عندي overseas Royal College of Surgeons England MJDF Royal College of Surgeons of Dampra Scotland في Ireland عندي Royal College of Ireland فالتلاتة دول بيعملوا امتحاناتهم ودايما الناس بتسألني يا دكتورة الفرق ما بين MJDF MFT MFDS التلاتة شهادة واحدة موزين لبعض في القوة ولكن زي ما قلتلك وعلى فكرة Royal College دول الوقت ما بينهم collaborations انا مثلا لست باختبعهم كورس مع بعض بيعملوا كورسات مع بعض يعملوا اختلاف في الامتحان يعني كل واحد بيبقى لو جيت نظروا شوية فاي واحدة منهم ليها Part 1 وليها Part 2 خلاص جرت العادة في مصر ان احنا او اغلب الدول العربية وانا دايما بريكممند واغلبنا بريكممند Part 1 MJDF ليه عندنا كتير جدا عنده عندنا خبرات كتير فيه بالاضافة ان هو اسهله يعني يكون اقصر طريق ان انت تاخد Part 1 كذا لان من حقك انك تاخد Part 1 في اي واحدة فيهم وداخد Part 2 من اي واحدة تاني والشهادة تطلع من Part 2 اللي انت واخده يعني مثلا خدت Part 1 MJDF و Part 2 MFDS هتبقى MFDS الفرق ما بينهم بشكل رئيسي القضاء يبقى في Part 2 لان زي مولتلكم Part 1 جرت العادة ان احنا ناخد MJDF هو الأسهل وهو الأكثر انتشارا وموجود لو يجي مش حاجة و30 سنتر تقريبا أو حاجة و40 سنتر على المستوى العالم مش فاكرة رقم بالزبط فبالتالي متاح لكتير ناس كتير جدا تاخده في دول العربية مختلفة ودول أوروبية وكل حاجة باريكة وكل حاجة الفرق ما بينهم بيبقى عندي ميلي في بارت وان خلاص اتفقنا نحن بناخد حجة موحدة 150 سؤال MJDF زي ما اتفقنا وبارت هي القضية ناس كتير جدا بتتكلم على success rate وتقعد تكلمني وتقول نسبة النجاح طب أنا سمعت وأنا هتكلم على الجزء ده في الحقائق والحاجات الغير حقيقية إيه بقى اللي بيحصل في بارت وانا عارف أن أغلبكو بيبقى مرعوب وبيقول لك دكتورة ده هاقود أمتحن قدام ناس انجليز وناس ايرلندين ده ما بيفهمش كلامهم أصلا هم هم هيفهموا كلامي ازاي وكل بيشيل هام بارت جدا لأن بيبقى في احتكاك لازم مع examiner وانت كمان مطلوب منك تتكلم انجليزي النقطة دي ناس كتير جدا تبقى عايز انا وضح بص دكتورة هم مش عايزين واحد يعني ايه نيتف يعني الامتحان ده بيبقى في دكتورة من جنسيات مختلفة بيبقى في دكتورة انجليز ودكتورة ايرلندين ودكتورة مصريين ودكتورة سودانيين وكل ناس دون ممتحنين ليك سينيورز عليك انا من تجربتي شفت ناس كتيرة جدا الانجليز بتاعها ما حصلش ومعندتش الامتحان وشفت ناس انجليز بتاعها متواضع لكن مع الترينينج ومع انها بتشتغل على نفسها عادت الامتحان فالفكرة كلها انت مش محتاج تكون فظيع في الانجليز لكن انت عندك الحاجات البسيطة ان انت تقدر تعمل كلامك يبقى واضح اللي انت بتقوله يبقى ومع الترينينج الموضوع الاختال في الناس دي مش عايزة منك ان انت تبقى يعني ما حصلتش ولكن قد يكون الانجليز في بعض اللقطات عائق في بعض الامتحانات عشان كده بتفضل ساعتها امتحان على امتحان وده خلينا ننقل على موضوع part 2 يعني عندك حاجة مثلا زي الامج دي اف والامف دي اس امف دي اس مسلا كلها سيناريوز يعني السورة اللي قدامك دي انت قاعد ماسك حالة قدامك بيشن طبعا بيشن دا ممثل والدكتور بيتفرج عليك وانت بتتكلم وعمال يقيم الوضع ويشوف درجاتك وكلام زي دا فدي كلها سيناريوز مفيش من المعتاد شوية فلو انت اصلا عندك في الحتة دي لو انت راجل عندك عائق في ان انت تععد وتتواصل وكمان باللغة مش لغتك والموضوع هيحتاج منك وقت انا مسلا من واحدة من الناس اقولك دا مش مناسب ليك ولكن برضو بصراحة فيه ناس فاجئتني يعني فيه ناس انا كنت بل هو حطيت ايدي دا قرارهم وبتالي تشرح لهم بس مفاجئون بالتريننج فده اللي اثبت لي ان لا يا جماعة يعني اي حاجة بالتريننج هتيجي وإحنا دا كثرة مش حاجة تانية بس زي ان بقولك دا بيخليك تختار ما بين الامتحانات امتحان الMGDF Part 1 و 2 بيتعامل في مصر امتحان الMFDS بيتعامل في مصر اللي بيفرد بقى حاجة زي الMGDF على الMFDS ك Part 2 انه بيتضاف الي حاجات Practical ممكن تدخل على Station زي دي تلاقي قدامك الDummy Head وتلاقي قدامك الRoper Damm وApex Locator وX-ray ويجي 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 يعمل 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 يجي خد Biopsy ويعمل suture بيتضاف الي حاجات Practical وبيتضاف الي الOSCE طبعا اللي اتفقنا عليها اللي هي موجودة فيه patient قاعد زي المنظر اللي قدامك دي مثلا اتعمل تجيب لكو scenario حقي يعني بص لقي مريض قاعد ولقي history ده قدامي patient عند non-healing socket مثلا من extraction ويطلب مني مجموعة من tasks وادخل انا تنفذها مع patient في 9 دقايق في 10 دقايق على حسب امتحانك هو اي طبعا دي بتحطك في situation انك لازم تاخد histري من patient ان ازاي اتعامل مع المريض ده وفي بعض situations كمان بيتطلب منك حاجات Practical يعني ممكن ادخل على patient عنده Trauma واعمله splint ممكن ادخل على patient اشرح from the start سواء كانت Practical ان انا بشتعل ادخل عدمي عمل rubber dam عمل temporary crown عمل biopsi واخد suture دي بتبقى Practical surgical skills شايفينها اساسية لك كدكتور فبيعملو لك assessment لها في متحان الMGDF زي انت موجودة خالص في الMFDS الجزء بتاع الأورال بقى مرضو حبيت لكو حاجة واقعية ويبتدي بقى يشرح لك انها شايف الهيستوري الطويل العريض ده ويقولك انها عندها مثلا مجموعة من الأدوية بتاخد نافذ البن امت ربتالين بريتنزولون ميت روكس سيد الجانيك أسيد شايف الرصة الخضة المحترمة دي وبيسيبك تقرأها تسعة دقائية وتتفرج على الصور تتفرج على ريديو او ممكن يحط لك كامل او ممكن يحط لك مجرد كيس بسيط جدا ويسيبك تسعة دقائية تقرأ حاجة زي كده قبل ما تتقل على two examiners يسألوك فيها ده بيكون الأورال في MGDF يبقى لو اتفقنا او فهمت كلامي مف دي اس scenario بس MGDF بيبقى فيها practical way OSCE scenario OSCE knowledge اللي احنا بنسميها viva أو oral اللي هما دايما البريطانيين يحبوا يتنيكوا كده وقالك viva لها مش oral exam أو بنسميها OSCE knowledge يعني بتبقى OSCE معلومات مش scenario بينك ومن patient زي ما قلنا MGDF والMFDS بيتعاملوا في مصر اللي ما بتتعملش في مصر الMFD ودي بتبقى booklet كده انت والبوكلت لوحديكم لمدة ساعة booklet ده بيبقى فيه cases فيه أسئلة تبتلي تحل كل كيس عليها مجموعة من الأسئلة زي مثلا حاجة زي كده صورة بالمنظر ده patient بيشتكي من بين هم كذا diagnosis الكلام ده عارة بيبقى كلام لطيف وجميل لكن الفكرة كلها ان البوكلت ده بيبقى فيه 12 كيس كل كيس منهم من 4 إلى 5 أسئلة وال12 كيس دول في ساعة فالموضوع بيبقى انت مش جاي هنا بقى يتعملك assessment للknowledge بس لا للknowledge ومقدار تمكنك من النknowledge انت معندكش وقت تفكر انت واحد فاهم كويس قوي زاكر كويس قوي حافظ ودايما في الامتحان ده حب اوجه رسالة للناس الناس دايما انت قولك ايه انا انا دكتورة ومن انا ما عايش بدارس في الجامعة وطلبت اعطوهم مطلعين عيني انا دكتورة مشكلتي ما بعرفش احفظ انا بعرف افهم ما ومفيش حاجة اسمها في الدنيا كده يعني انا هفهم وهحفظ عشان هيجي يوم ويتطلب مني ان انا استرجع المعرومات دي فهو فيش حاجة في الدنيا دي جذوب اوكي قول لي مثلا انك ما بتعرفش تحفظ من غير ما تفهمها صدقك لكن ما بعرفش احفظ دي لا هي حضرتك لحنت هدخل طيب يعني انت هيجي يوم وتقف تسترجع المعرومة قدام العيان نفس الكنسب برضو ده منظر تاني كيس زي دي بتدي يطلب منك ال دي جنوز ي بتدي يطلب منك فطبعا الموضوع بيبقى محتاج ان انت تبقى هاضم الدنيا كويس قوي لكن الميز المفروش communication skills مثلا لبعض الناس اللي بتحس ان communication skills انها تقعد عائق بالنسبة وطبع عبيبا فيه اور examination وpractical زي اللي احنا قلنا عليهم يجيلك رابر دام يجيلك سوتشر يجيلك كان مثلا يجي لسي فعله metric tracing وطبع الامتحان بتاع الMGDF ممكن يجيلك في medical emergency situation كامل ما شاء الله متكامل كل حاجة الpatient يوم عليه قدامك وتشتغل قدامه وتنقذه قدامه وتشغل ايه دي وكل حاجة فتوصى مراهز كده اللي انا قلته على فرق الامتحانات ميلي لو انت راجل communication skills كويسة مش عايز تسافر برا مصر عندك امتحان الMFDS وامتحان الMGDF بتحان جيد ومناسب يمكن حجم المذاكرة في الMGDF اكتر من الMFDS شوية لو انت حد موجود برا مصر او ما عندك مشكلة مع الcommunication سكيلز انا شايف ان متحان الMFD وانا شايف كمان متحان الMFD هي الحد الاقصى يعني بيفتح مواضيع كتير جدا وانك في topics مش موجودة في الباقيين انت بص تلاقي مثلا بتكلم على من ناحية الأرثو تقيل جدا من ناحية مثلا المدسين برضو والمدك الريفن أثقل لهم فتلاقي بتكلم في الجواند دي بتقوم ناحية الأناتومي والسيرجوري أتقلهم فانت بقى بتوازن نساعتها دايما احنا بنبقى موجودين شاء الله عشان دايما نقول لك إيه الاختيار الأنسب بعد ما بتعدي بارت وان دايما نقول لك والله دا كذا بنشرح لك بالتفصيل شكل دا ايه وشكل دا ايه نيجي الجزء ترتكب دايما في بارت وان والخطيقة الكبرى هي السؤال اللي بعده او الكلمة اللي انا كتبها بعدها اتحفظ السؤال وانت عادي انا دايما نقول بارت وان مجرد للنالج دي يعني المذاكرة في بارت وان عشان كده دايما البالكة عندي في الكورس بارت وان وان بارت نوع نعمل 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 الترينيج وانحل في كيس وانتحط في وكلام زي دا فاللي بيحصل الناس كتيرة جدا للأسف في مصر بتعمل ايه تيجي بارت وان تحفظ لها سؤالين ويتصيب يتخيب وهي على فكرة اوقات كتير جدا بتخيب يتصيب يتخيب وبعدين يجي بارت ويلاقي نفسه مطلوب منه في 4 شهور يذاكر اللي كان مفروض يذاكره في سنة 5 شهور يذاكره في سنة فالناس تخش وما تعديش ما هو انت اصلا ما عملتش انت ما كانش فيه موجود عشان نبني عليها في بارت 2 فدي الخطيئة الكبرى الناس ما بتذاكرش من بارت 1 وتتخيل بقى انها تجي تشد في بارت 2 في ناس ممكن تعمل العملة دي بس بتتفرم معادة ما بتفلتش فده اللي بيخلي دايما بارت 2 لي سمعة سيئة شوية في اللقطات دي مع ان هو غير حقيقي انا دايما بحب اعمل assessment في آخر كل cycle للناس اللي عندي دايما بكتب ورقة كده او في نص الكورس او نص التاني من الكورس من الناس اللي ممكن تعدي من الناس اللي انا شايف انها لو عملت كذا هتعدي ومين الناس اللي انا حس انها مش هتعدي وكذا الحين هي خابت لمرات قليلة جدا حصل حالحصل ان في الناس كنت بتوقع ان اتعدي ومتعدتش اه في لقطات كتير بيبقى الناس عندها زروف وفي لقطات بتبقى فرقت على حاجات بسيطة لان الامتحان كيرف فتبقى انت خرقت برا الكيرف اللي عدى بحاجة بسيطة جدا يعني مش معنى كده انك وحش ومنك فاشل بس هي دي اللي امتحان بشري متعودين شوية الحاجات دي غير اتلاقي بتاع بشري خارج اقول لك انا مش عدي الدور دا يعني هو عارف بس مش معنى كده ان الطبيعي ان الناس تسقط فور 2 ابدا عملي ما شفت حد عمل اللي عليه واكتهد وزاكر من part 1 وجي عمل training حالات قليلة جدا اللي حسيت فعلا انها كان ممكن تعدي ومعنتش لكن الطبيعي ان كنت حسى دايما ان في حاجة نقصة لا هو مش بيتضرب ومش بيذاكر ومش واخد الموضوع سيريز ومش واخد ينه فهلوة شوية فانا بالعكس عندنا ناس كتير جدا ومن هم عندنا ناس كتير جدا عدد part 1 و2 ومش اول وزي بقول كان دا متوقع والمتوقع بعضونا فينا معيات تانية مش هتعدي هي الفكرة انك لازم انت غير الكونسبت اللي تعود تتذكر به بتشتغل به في حياتك قبل كده لو كان عندك الكونسبت هتحفظ السؤالين وتعدي في part 1 it happens عايز ان اقول لكم نعم حصلت في ناس حفظ السؤالين وعدت فلتت بس الغلطة وحشة الغلطة بمبلغ وقدره الغلطة بpart 2 ما هو انت لو حفظت سؤالين وجيت part 2 مش مش مظبوط وجاي بقى فاكر نفسك كطرف تلم الدنيا دايما بشوف الازمة دايما بشوف الازمة دي لما الناس تجي لي تبقى حفظ سؤالين وجاي لي مثلا في بار 2 تشتغل معا الكورس اقول بص شايف الفرق بينك وما بين الناس التانية انت محتاج تقطعه في نص الوقت اللي هم قطعه فانت هتضر نفسك هتضر نفسك لو عملت العملة دي بالاضافة ما زي بقولك الغلطة ببلغ محترمة وحصلت وعملتها قبل كده الرويال كوليج وصحة الصبح ولا سؤال من اللي انت عارفهم او شباههم جايباء وانا دايما ده هدف يعني احنا دايما أولادي اللي عارفيني كويس او في بارت 1 قلهم الأسئلة هتاخد بس انا مش هدف الاسئلة والناس دايما توقع تقول لي دكتور انا خدت اسئلتك وانا مخدش معاك الكورس بس ايه جيت معي اجالي باو بارت 2 فيجي يقول لي انا خدت الاسئلة بتاعت حضرتك مش دي المهم الورق الناس كلها بتاخدوهم اوكي العلم في الراس كده زي ما بقوله مش في الراس العلم مش في الورق لا هو الفكرة كلها ان الاسئلة مش الاساس انا دايما انا اعد الناس في بارت 1 اقول لهم اعمل حسابك ان ال 150 سؤال هتشوفهم اول مرة هدو الصرف ازاي عشان لما جاي يحصل او لما اجيلوا اسئلة صعبة ما يتوترش ودي اللي بيحصل لاغلب الناس لقدروا لما بتعديش بارت 1 يحصل ايه يدخل الى اول عشر اسئلة كرسة عمره ما سمع عنهم في حياته ولا حد فينا سمع عنهم قولوا ايه يعني لازم تعلم زي تصرف زي تأنتربرت وزي تجاوض فالنالج عندي هي الاهم النالج هي الاهم عشان تضمع ان انت هتعدي في بارت 1 وان شاء الله بارت 2 مش بس ان انت هتفلت بسؤالين فده الكونسب بالنسبة لي مرفوض وشفت ناس كتير جدا يعني ضيعها الكونسب ده طيب يا دكتور انا سمعت ان مش لازم كورس وممكن اذاكر لوحده اجذب وقولك ان ما فيش حاجة في الدنيا ما تذكرش لوحدك كل حاجة في الدنيا قابلة ان انت تذكرها لوحدك بس ايه الفارق بقى اللي احنا يعني ليه انا بقولك ان الكورس بتاعي طبعا يبقى recommended وكده يعني انا عارف المجهود عارف المجهود الجبار في تجميع ال data وده ينفع وده ما ينفعش وتذكر ايه ومتذكرش ايه وتذكر ده امتى الواحد خده من سنين experience ومن سنين اخطاء وحاجات كويسة وحاجات صح ومن سنين قاعدة على اللابتوب ان ده صح وده يتذكر وده كذا ولما جيت روالكالج غير تمتحانة ما بين يوم وليلة والحمد لله كان عندنا نسبة نجاح حيلة جدا في الامتحان اللي كل الناس بكلمت عليه ده كان نتيجة شغل السنين ده ف I think I think ان انت بتinvest في الكورس بتاعنا وقته ومجهوده وفلوس ان شاء الله يعني امتأكد ان شاء الله ان هو مردود كويس جدا جدا في الامتحان لغير كده زي ما بيقولك بقى اللي بيحصل ان انت بارتوس وصول وليت هرتلاقي نفسك يستخد الكورس فتلاقي نفسك مش ماشي مع كل الاوتلاين ففكرة اي حاجة بدان زي ما بلت ممكن تدخلها من غير الكورس لكن انا بنفرق في ايه بقولك ده مجهود سنين ومجهود شغل ما لا انت تتخيله من مراجعة ايه واضافة ايه وشيل ايه وحط ايه فاعتقد ان انت هتبقى عايز تستفيد من الخبرة دي طيب مش معترف بيها دكتورة واحنا عرفنا ان ما لهاش لازمة ومش عارفة جوة مصر بيتعمد من المجلس الاعلى للجامعات ماجستير بدون رسالة ونيجي للخناءة الشهيرة اللي ده كاترة الاسنام بنتخانق بيها ليل ونهار بس انا هقولكو على موقف لطيف بس قبل ما كنبلها انا لما جيت عادلها في المجلس الاعلى للجامعات سألت حد هو كان ساعتها عضو نقال اوكي قال لي الورقة اللي انت بتقولي عليها دي مضروبة ومش موجودة في الحقيقة ثلاث شهور كانت معايا الورقة من المجلس الاعلى للجامعات انا مش بعيد في الشخص ولا انا قصدي كذا انا قصدي يقولك ان كمية الاشعاد والمس انتر بريتيشن رهيبة ادخل على موقع المجلس الاعلى للجامعات هتلاقي المعادلة وهتلاقيها موجودة فالورقة دي موجودة وكلنا عملناها اوكي طيب احنا سمعنا بعد كده دكتورنا ان الورقة دي بلاها ونشر مية يعني شوف انا بكلمكم بصراحة ازاي انا بقول كل اللي نفسقه فيه الحقيقة ان الورقة دي في جامعات كتيرة جدا بتشيل سامسترز وبتشيل ناس بتعمل بيها مقصة في جامعات كتيرة جدا وبتقدر تدخلك على مادة التخصص وفي ناس دخلت بيها على مادة التخصص وفي ناس عدلتها بجامعات مختلفة من طلطي ومن كل حولي يعني دي حاجة متعارف عليها وفي ناس فشلت انها تعمل كده فشلت لي عشان الموضوع بيرجع لحاجات كتيرة جدا لكن زي بقولك زي ما في ناس ما عملتش ناس عملت كتير جدا تبيعه عنصت برضا انتهى بصراحة شديدة وفي ناس بتختار اختيارات غلط يعني بصدقى مثلا واحد رح يعادل في قسم الأورثو في قتقى الجامعة في الأورثو في مصر ما زلق يعني هيباح دمك على طول الموضوع منتهي ففي بعض الاختيارات بتبقى مثلا مش مناسبة او مش صح لكن دي حصلت وفي ناس كتير دخلت كمان نقشت بيها رسالة لكن زي ما بقولك للأسف البعض بتتنقل لكن الجود لا هل الاتنين موجودين ياس التو موجودين ده ناس عرفت وناس ما عرفتش وناس عملت وناس ما عملتش بنسبة لبرة مصر قبل كده كان ترخيصها في السعودية ان سنتين قبل وسنتين بعد تترخص بيها اخصائي طيب هل ناس في ناس يا دكتورة رخصت الترخيص ده يس في ناس رخصت الترخيص ده وأنا طبعا يعني بتقالي الناس كلها الحمد لله عارفيني وأنا مش هطلع أولي كلام يعني فأولى في ناس رخصت بالترخيص القديم اللي كان مرعب ده سنتين قبل وسنتين بعد من داخل السعودية أوكي طيب بعد كده في 2017 غيروا الكونسبت وقال لك هنرخص بسنتين بعد طيب هل في ناس رخصت من بعد 2017 يس طيب هل في ناس خلت exception انها تدخل امتحن تدخل امتحن تدخل امتحن امتحنها ايه تدخل امتحن تدخل امتحن تدخل امتحن بالزمالة يس كل ده من بتاعتي انه طبعا كنت خلصت الزمالة من قبلها كتير جدا فانت لدي طلبة وده قائل طيب هل في ناس يا دكتورة راحت وراحت مثلا عملت انترويو مع مستوصف في السعودية وقالولها لا احنا مش معترفين بالزمالة بتاعتك دي وكده يس ليه عشان المستوصف مش هيقيت اعتماد انا واحد اشتغلت زمالتوك في سنين انا موليد السعودية ولما جيت ارخص سألت امة لا اله الا الله ان انا كممكن ارخص بعد سنة الامتياز مع ان اي حد بيشتغل جي بي في سعودية عايز سنتين مع هدا موليد السعودية انا عايز اقولكو ان انا يمكن كل حتى اللي بيسمونك مش عارفها المعقب ولا بيسمي اللي بيراجع الخطوات كل ناس لا ما فيش حاجة اسمها كده اللي قالت كده غلطان انا طبعا دي شغلتي خل شقر حتى ارى الجيد فدغلت ارى التخصصات السعودية لقيت ان انا من حق ان انا رخص بعدها بسنة لان انا موليد السعودية كان ساعتها من حق ان انا رخص حتى الموجودين في الاماكن اللي بيرخصوا قالوا لي لا لحد ما انا طلعت الحاجة وروحتها فدي بتبقى مسأة حاجة جديدة لسه الناس مش عارفة الترخيص فيها ايه لسه فيه ازمة فيه كونفلكت اللي مكتوب في الهيئة التخصصات السعودية على فكرة مكتوب بMFDS قال ايه ناس تبعاتلي تقولي لها دكتورة ده الMFD مش مكتوبة مع ان الناس اللي عرفهم رخصوا بالMFD طالب اللي عندي رخصوا بالMFD اوكي ومع اني عرف ده من هيئة التخصصات السعودية فتبص تلاقي الناس حصلها بالكونفلكت روحت تشتغل في المستوصف يعني السعودية الشارع الواحد بيبقى فيه 300 مستوصف فما تفتكرش ان المستوصف ده عارف ايه اللي بترخص واني مترخصش ديه شغلتك طب هل ده يعمل ازمة اكيد اكيدا ده في بعض الاوات بيعمل ازمة زي ما مثلا سنة من السنين جم قالوا والله مش هنعتمد الماستر بتاع مثلا جامعة مش عارف ايه كده تبصت لا ايه بيحصل في الترخيص وانا بقولك بصراحة ده بيحصل وده بيحصل ناس مترخص وناس كذا فالفكرة كلها مجرد ترتيب ورق لكنها موجودة وتقدروا تدوروا على الكلام ده والناس عندها في كذا والناس عندها انها دخلت بيها امتحان ترخيص اخصائي من هيئة تخصو بالنسبة للامارات الامارات برضو موجودة عندهم في الـ DHA وفي الهاد موجودة انها بعد ثلاث سنين ستشتر بيها في بريطانيا لا مش هتشغلك في بريطانيا لازم اي بلد في الدني رايح الواقوة هتاخد الترخيص بتاعها معك ماجستير معك دكتوراه معك زمالة معك عفريتا زرق من الاخر لازم تروح تاخد الترخيص بتاعهم طيب ليه انا عندي ناس كتيرة جدا وتاخد كلكم بتشوفوا الكلام ده تلاقوا ناس كتيرة وانا عندي كتير على مدار السنين اللي فاتت شغالين في وبياخدوا الزمالة ناس كتيرة جدا تريدها ماشية في السيكتين الوري والزمالة الزمالة متحان أرخص من المتحان الوري والوري أصلا بتعمل الوري الكوليج فانت بتلاقي نفسك بتلعب في نفس الحاجة التانية لناس كتيرة جدا من الشغالين ومن الطلقة بتوعي اللي قاعدين في اليوكي تلاقي ان تقول لي انا مسلا ما بروحي بكتورة اقدم في عيادة هناك بيقولوا لي عايزين الـ MFDS عايزين الـ MFD ده شرطنا يعني عادات كتيرة جدا بتحط ده لشرط وده برضو يشيل الإشاعة التانية اللي بتقول ايه يا جماعة ده هو اللي متحنزلنا احنا بس المصريين بتحكوا علينا به لكن مش موجود في بريطانيا لا موجود في بريطانيا والناس بيدخلوا وعادات كتيرة جدا بتطلب ده مع ده لكن ما تفتكرش ان هي لوحدها هتشغلك في بريطانيا احنا ككورس بقى من التعيد احنا study partners انت بتبقى محتاج طول وقت حد يقول لك ذكر هي دي أزمة الزمالة انت شفت ذكر لوحدك وانا برضو زي بقول لكم بما ان انا بشتغل في مجال التعليم بقى لي سنين مش عايزة بقى قررت الكلمة دي كتير بس ده اللي بشوفه اغلب الناس ما بتعرفش تشتغل وحدها فيه ناس صح فيه ناس عندها القدرة انها تذكر لوحدها وتشتغل وحدها لكن اغلب الناس ما تعرفش تتساب كده الواحدة لازم نفضل فوق دماغهم كده زي عشان كده هم نعمل assessment طول الوقت حتى لو كنت live ولا online ولا دي عارفين انا ما بسيبش حد بقى امتحنكم online وبنحط على classroom quizzes وهتخذ شرط امتحنه وبحط على facebook quizzes وببقى بعد فترة معينة بقى خلاص عرفت اسم ده وده وده ومين اللي بيحضر ومين اللي بيحضرش ومين ما بيسألنيش اسئلة ومبتد نعملوك assessment طول الوقت يعني من حيب لان انا عارف عارف ان لو تسابته شكرا جدا وده حقيق كلنا كده كلنا عايزين كده احنا محتمدين ان الكورس بتاعنا متخافوش يعني من الصورة المرعبة دي شوان احنا محتمدين يعني والله ده كان هدف شخصي من اول يوم اشتغلت فيه في قسط الزملات ان الكورس في حد ذاته يبقى تجربة كويسة عمشة زكت جاي تضيع ستة شهور اللي هو جاي بتحضر زهقان وماشي زهقان لدرجة حتى ايف الحمد لله المحاضرة الانلاين بنقولها بقى الناس بتقدر تسمعها مسجلة فالناس كلها بتتخاني عشان تحضر لايف طول ما الجماعة ما انتم هسمعها مسجلة ليه عشان فكرة الحمد لله الانتراكشن اللي موجودة فكرة ان احنا يعني ديفوتت جدا احنا بنبقى معاكو طول الوقت يعني انا ممكن احنا احنا التيم وارك بتاعنا الحمد لله احنا كلنا اكيدا معنا الزمالة وده كان ممكن يبقى كافي ان احنا نساعدك في الترينيج بس احنا الحمد لله اصرينا برضو ان يبقى في تيم وارك يبقى في ديفرين سبيشيالتيز عشان نضيف لك في شغلك بتاع كل يوم يعني عندنا مثلا دكتور عبير ريستوراتف دكتور محمد رقف تبيدو يعني اصرينا ان يبقى في اختلاف الشكل ده عشان نفيدك في شغلك كمان وفي عياتك يبقى الكورس متكامل انا برضو لما اجي اشرح حاجة مثلا ويبقى الدوة ده او القصة دي مش موجودة في مصر ابتدي اقول لك البدائل في مصر ايه دايما عايز اربطك بالواقع الحقيقي برضو لو اختلف الدمع ده لو اختلف الدمع ده بحب دايما ان انا يعني اكون معاكو على ارض الواقع فاحنا مصررين يبقى في ايه full enlightenment كده ناس تحس بفرق والحمد لله ناس بتحسوا بتقولوا من اول شهر في الكورس ناس تبتلي تقول انا حاسة بفارق حاسة بشغلي بفارق فده هدفنا ان الكورس في حد ذاته يبقى يعني مش مجرد مرحلة وخلاص لا ده يبقى اضافة لك ان شاء الله بإذن الله هذا من الدعيه يعني عشان في يوم الآن بإذن الله تبقى واحد من الgraduates اللي يبقى اونرد ان شاء الله ان هما يروحوا يحضروا الgraduation بتاعتهم ودي حاجة بتتحلوك وطبعا انتوا تروح تاخد الgraduation بس الكورونا ان شاء الله ربنا يزيحوا one of our teams اللي احنا يعني كنا جزء من حياة الناس دي كلها لمدة 6 شهور والمدة سنة والمدة سنة ونص whatever you are going through ايا كان انا هدفي بعد ما قلت كل اللي عندي على ما اتداعي برضو keep running ما توقفش اتعلم شوف يعني انا دايما بحس ان اللي بتقدمه الزمال واللي احنا بنقدمه يعني يمكن متكامل في حاجات كتير لان احنا عندنا standards نرجع لها ده مش رأي الشخصي في الكورس ده في standards من UK Foundation بتقول واحد اتنين ثلاثة في تعليم الناس انا بمشي عليها واي حتى حاجة educational بيعملوها بحضرها عشان اشوف الناس دي بتعلم ازاي واحاول ان ال local experience كاملة لانها experience ممتعة فعلا فkeep running ما توقفش ايا كان الاختيارات ايا كان اللي هتمشي انا عارفة انه وقت الفلوس بتبقى في اي اختيار بتبقى ممكن فيها تعب فيها تحقيقة كلنا كده كلنا عندنا obstacles لكن يعني اقرأ احضر اسمع وال platform انا عارفة انه دلوقتي بقى فيه تعليمية كتير جدا line for online طب نسمع مين نختار مين من الحاجات اللي بتعيها برضو ان الزمالة زي ما قلت بتديك الكي فبيبقى عندك قدر كافي من الوعي انه قدر اقول بسمعه ده صح ولا غلط طب انا دكتورة ما خدش الزمالة وعايز يبقى عندي الوعي ده اخد الكورس يعني بصة مش هسيبك هتاخد الكورس لا عايزي عندي الوعي ده اقرأ كتير اقرأ كتير واسمع كتير هيجي يوم واعتقد ان هيجي يوم وتفرس الغث من الثمين لكن لما اسمع بس يعني اسمع من فلان واسمع من فلان ممكن لأنا القراية من السورس المحترمة والمعروفة وانا اعتقد ان انا بنزل حاجات كتير جدا في الجانب ده كلمة دي كلمتي راح بقولها في كل حت الناس دي اتمنها بس كل انا عايزي نعمل فلوس بس ان شاء الله الباور هيجي يوم وتجي فلوس طب هو الباور بتيجي منين هتيجي ان شاء الله من المكان اللي انت كنت بتروح و ومحدش بيهتم بيك ولا حد بيهتم يعلمك ولا يسمعك ولا يسمع رأيك ولا حتى يضيف لك فأي معلومة لما انت هيبقى عندك knowledge هيبقى عايزين يعلموك تصدقني بقى عايزين يفدوك ال area اللي انت كنت خايف تدخلها او ال speciality اللي انت كنت خايف تدخل فيها وكده ولما انت بتضيف للا area دي ولما يبقى عندك knowledge اه كده يبقى فيه مشاكل بس knowledge هتديك power ان شاء الله هتجيب همه ان شاء الله او هذا ما نأمل it's never too late انا دايما كان عندي توجه او يمكن السوق العام كان عنده توجه ان احنا لما نيجي نتكلم مع الزمالة اتكلمه مع بدوع الامتياز وحديث التخرج في حين ان انا انبهرت باللي بتعمله الزمالة في دكاترا متخرجين بقى لهم 5 سنين و10 سنين و15 سنة انا فيه دكاترا كانوا معايا ضعف عمري وانبهرت طبعا بالpassion بتاعهم انهم يتعلموا يعني شابوا ليهم كلهم هم حبايب كلهم وانبهرت بان هما لما جم ازاي المعلومة دي اضافت كذا وازاي كذا ف it's never too late it's never too late انك تتعلم وانك تسمع من سورسز مختلفة مايمكن نطلع بنعرف نقول كلام كويس انا هتطلقوا اللينكات المهمة بتاعت الroyal colleges عشان الroyal college of England وإيرلند وسكوتلند والنيتشر الجونال البرتش دينتل الجونالز برضو الحاجات اللي حب الناس تسمع منها وتتعلم منها thank you شكرا لكم ويا رب اكون افدتكم النهاردة انا هقفل البرزنتيشن وهسمع اسئلتكم ان شاء الله بس المرجد 10 دقائق كده واي حاجة تاني هجوب عليها كتابة على الكومنز بتاعتكم على البوست ده طيب خليني بقى اوص على الاسئلة بالنسبة لأسعار الكورس والحاجات دي انا ماليش داعوا بالكلام ده بالنسبة للتكلفة والكورس عندكم البيجز عندكم دكتور محمود عبدالعزيز المسؤول بالكامل عن البروجرام واحنا بنصر ان الدكتور محمود يتواصل مع كل واحد فيكم عشان بنصر ان احنا نتعامل دكاترا لدكاترا يعني طيب ابص كده من اول بس الاسئلة في الزمالة ولا في الزمالة طبعا عندنا عندنا لانه البريطانيين عندهم يشمل كل ده يعني هتلاوي يشمل تحت براتيزيس وإندو وكل حاجة ده اسئلة في المدسن او بالبطردوني انتم بالمدسن ممكن اجاوب اسئلة المدسن في الكممنت عشان انا قصدي انها كزا هجاوبها حاضر يا دكتورة ده دكتورة انا لما تبعطيلي انبوكس طيب بس هجاوب في الكممنت عشان ما بقاش ناس زعلت ان انا ما جاوبتش في الكممنت اسئلة المدسن والمدسن وكل حاجات دي هجاوبها ان شاء الله يعني على الكممنت عشان بس يبقى حرام ما نبقاش قطعن على الناس كم سنة يا دكتورة الناس بتسألني كم سنة لا كم سنة دي ترجعلك بارت وان وطو مجرد ما خلصت الامتياز تقدر يتاخده مرابعة هل بارت وان نقدر ناخده اثناء التخرج ياس تقدر يتاخديه وانتي مش وانتي يعني ما تحركتيش معاكيش هاد التخرج تقدر يتاخدي بارت وان طيب بارت و لا بارت و لازم سنة الامتياز ورأي الشخصي دايما ان الناس تاخر بارت وان في الامتياز وتكون اشتغلت شوية سنة ولا حاجة وتاخد بارت و طب في ناس بتاخدهم بدكتورة بارت وان وتورى بعض في الامتياز بس زي ما بقولكو الكلينيك الاكسبيينس اوقات بتفيدت بصراحة تكلفة الامتحانات والكورس يا دكتورة اميرة اكتبوا ده دكتور محمود ايرد على المستدف خصوص التكلفة والحاجات دي ينفع عبل التخرج لا ينفع عبل التخرج نقدر تبدأي فيها امتى تقدري تبدأي اول ما تخلصي لا اول ما تخلصي التخرج يعني تخل الامتياز وانتي اول ما دخلت الامتياز حتى من غير ما تخلصي الامتياز تقدري تبدأي طيب هلأ وارت وان وثو الشهادة على بعضها ماينفعش في الأقسام دي زمال عم زي بالزبط كده مثلا في تخصص دي زمال عم في طب الأسنان لأن طب الأسنان في تخصص عام. إحنا فهي زمال عام. لكن لما بتعادل بتعمل معاملة الأخصائي كفاية. مش كأن انت متخصصة في كذا. طيب. لازم اخد بارت وان وبعد فترة. طبعا لازم. يعني لا مش لازم بعد فترة. ممكن على طول. طب اللي هيدخل على أي أساس. بص يا دكتور عمر ده السؤال القائم اللي مصر كلها بتوعب تسأل فيها على جروبات الأسنان ويزعلوا قوي لما نقولهم إن احنا كلنا عملناها والله. انت لما هتدخل هم بالضبط كده في شهادات حطوها مقام الاسبيشالتي. هم ليه حطوها مقام الاسبيشالتي عشان هي شهادة محترمة. فهم لما جوم يحطوها على المجلس الأعلى للجامعات بيفتح لك وانت تقدر تفتح الموقع على فكرة عادي جدا. مجلس الأعلى للجامعات يجي يقول لك افتح كزا تفتح الMFDMGDFMFDS يجي يقول لك هتعدلها. تعادلها بإيه؟ اختار التخصص اللي انت عايزه. ليه؟ عشان هم بالنسبة لهم مش هيجي يقول لك والله هنرجح تخصص على غيره. لا مش هيقول لك كده. فبتفتح وبتختار التخصص اللي انت عايزه. المواقع أن انت لما تجي تختار التخصص تخصص الاسهل لك إنك تعادله في الجامعات المصرية. وكيف تخصصات سهل انك تعادلها. فيه أقسام معروفة يعني امش هيجي أتكلم بس في القصة دي كتير. فيه أقسام معروفة انها مثلا لا ممكن هتقبل ده. فيه ناس بتكون مرحبة جدا يعني في رؤساء أقسام كتبوها كده كتير جدا. إذا نكلموا عليها إحنا نقبل إنسترات الزمالة إنهم يعملون علينا معنا السكن بتاعهم أو رسالة بتاعتهم. فإنت بتختاره وهم إزاي ما بقولك إنت خليك يعني منطقي في الكلام ده. تقداري. يس أنا كلمت عن مضوع الترافة في الإمارات وتقداري تفتحي الهادو الدي اتش ايه. بالإضافة بقى أنا عايز أقول لك إيه بقى في الإمارات. لأن أنا برضو يعني كليه في معضوع الإمارات ده شوية. الإمارات أصلا فرصة الشغل الكاجي بي سيئة جدا. يعني أو ده معلوماتي بارتو. أنا بتكلم دلوقتي مع ناس زي ما بتكلم كده مع ولادي أو طلبتي. فبتبقى دايما ركومندد إن هما يبقى معاك وسترن كواليفيكيشن أو وسترن ترينيج. ده إيه نحتاج؟ إحنا الكورس بتاعنا البارت 1 ستة شهور. وبارت 2 من أربعة إلى خمسة. فلكل بارت إحنا بنتكلم من خمسة ستة شهور. يعني حتى تلاقي الموقع بتاع الفاكلتي في جانرال دانتل براكتيشنل أو الرويل كاليج. والرويل كاليج لما تيجي تدينا كورسات أو نحضر معاهم كورس بصراحة. بيقولوا إن أقل مد عشان تعمل بريباريشن لبارت 1 لو أنت ما حصلتش يعني ثلاث لأربعة شهور. أوكي ثلاث شهور مثلا عشان تعمل بريباريشن صح. إحنا الكورس ستة. ستة شهور. فليه بنمطه كده عشان نقدر ندي كل حاجة ونعمل ترينيج إناف. وعشان بقى بارت 2 مش هيبقى عندنا الوقت ده. الساكسيس ريت الأرقام أنا قلت هقوله ونسيت أقوله. الساكسيس ريت الأرقام بتاعت الرويل كاليج بتقولك إن إحنا يعني هما دي أرقام هم اللي بنزلوها أوقات أو يكلمونا عليها في الكورس بتاعتهم. الساكسيس ريت وبرت 2 ما كانش عندنا الحمدلله 80 و90 في المية ساكسيس ريت آه. بس هل فكرة إن كل الناس اللي تخش تنجح لأ؟ زي ما قلتلكم فيه كيرف وفيه مستوى الامتحان. واللي بيشتغل نفسه بيعدي. لكن أرقام الرويل الكوليج نفسها وأنا أنا بقول الكلمة دي أول كل كورس. أقول لهم بص عندك 80-90 في المية أو 70-80 في المية وبرت 1 بيعدوا. وعندك بارت 2 ده أرقام الرويل الكوليج تقول لك لقينا من 40-60 في المية اللي بدخل الامتحان. هل دي أرقام نحنا لأ؟ نحن الحمد لله عندنا أرقام كويسة جدا. طيب هل معنى كده إن الحياة وردي ومية في المية لأ؟ إنت لازم تشتغل على نفسك تعمل assessment وإحنا الحمد لله أنا تميز بكده. يعني الناس دايما بتبقى دخل الامتحان عرف المجهود اللي إحنا بازلناه واللي هما اتضربوا عليه. وده اللي يهمنا إن انت تدخل الامتحان تبقى على مستوى الامتحان. مع اللفس يعني ما تبقاش حاسس إنك أقل منه. أو يعني كمتوقع منك أفضل من كده. شكرا يا دكتور إليس. الله يكريمك يا دكتور إليس. ماستر هستوراتف وعايز زمالة بريطانية. طبعا حضرتك لوعايز زمالة بريطانية عامة تقدر تبعت لنا على الصفحة. ودكتور محمود يقدر يتواصل معاك. ما فيش مشاكل خالص لوعايز زمالة بريطانية متخصصة. برضو دكتور محمود ينشر على حضرتك الأوبشنز. الله يكريمك يا دكتور شريف. أشفته بقى. بتاريت بقى إيه؟ الدكاترة بتوعي وبتاريت. دكتور شريف طبعا من ناس اللي يعني الله يكريمك يا دكتور شريف. أشرف لنا. الله يكريمك فعلا أن انت بتنصح الناس لأن كتر مكالينا في الموضوع أننا استخلت أن احنا بنقولك أي كلام بس لأسف في بعض الناس حصل لها bad experiences. الورقة بتاعهم ما زبطش فيما رخصوش في حاجات معاقفة. بص تلاقي الناس تتخيل أن احنا بنضللهم يعني. بالنسبة للزمالات المتخصصة. الله يهي مش حديدنا. بس ممكن حضرك تبعت على الإنبوكس دكتور صبحي. ودكتور محمود عبدالعزيز هيوجه حضرتك أن انت ممكن مين اللي تسألهم وهيفيدك جدا في الجانب ده. يعني يبعت لنا على الإنبوكس. ودكتور محمود هيرد على حضرتك على. يا رب جميعا ان شاء الله. شرف الصور اختفت فاقا كده كلها. احنا عندنا يا جماعة الكورس بالكامل part 1 و 2 online. من سنين. يعني مش بس عشان الكورونا احنا عندنا كورس كامل part 2 online. المصادر. المصادر أنا هنزلها لكم. هكتبها لكم اللي عايز يذكرها يذكرها. يعني الحاجات العيسية اوكسفورد و تشيرشل. انا بحسوم اهم كتابين عندنا. طبعا كل الجادلينز البريتش يعني وما اكثرها. دي حاجات كتيرة جدا. وانا يمكن نزلت لكم بريتش دينتل اسوشيشن. اي حاجة تماعها الادفايس بتاعتها. يعني بس هكتبلوكو في كمانس الأشكال رأسية. بس اهم حاجتين فنظري الفترة دي اوكسفورد و تشيرشل. و تكون اوارب لكل ما يخص الجادلينز البريتانية و طبعا. دي كتيرة بس على فكرة انا ليا. الجروب بتاعي بتاع ماستركيز امالات الجروب اللي تابع للصفحة دي. نازل عليه بوست بتتكلم على كل الريفرنسز للناس اللي عايزة تذكر لوحدة. هتلاقوا عليه بوست موجود يا دكتورة نوور. اختبار الزمالة دكتور اسامة. اختبار الزمالة بارت وان وتو موجود في مصر لو انت هتمتح لامن الجيلي اف ام او диاس. طيب ام اف دي لا ام اف دي برا مصر. موجود في قطر موجود في البحرين موجود في السودان موجود في عجمان موجود في ارلندا موجود طبعا ف بريطانيا موجود في امريكا. يعني الاعتراف لازم ب بارت وان وتو. متشكرا. الاعتراف لازم ببارت 1 و 2. يقدر يعيد كم ترايل؟ 5 ترايلز. واعتقد بقت 6 كمان مع التغيير الجديد. لا هو بارت 1 اللي معاك 5 سنين وفيه ترايلز 5 أو 6، اعتقد لأنهم عمين تغيير جديد ان انت تقدر تعيده اكتر مرة طبعا. في مصر الامج دي اف اخترت التخصص على اي اساس انا في مصر انا ما عدلتها عدلتها طبعا بالتخصص بتاعي انا كان بقالي سنين بدرس راديولوجي وكنت عايزة تخصص في ميديسين وراديولوجي ودايجروزيس فاخترت طب الفم وامراض اللاثة والاشعة والتشقيص وده تخصصي اللي انا مكملة فيه اصلا. فاورادي اخترت تخصصي، بس ما كنتش في بالي بان انا هقدر عادل اد Joo did it! الله يكرمك. بارت 1 ميرخص شيتا كاترة، عشان فى ناس قاريتلهم فاخد بارت 1، بس لا، ازدائك يا دكتورة سارا ياسيا فندم ممكن حضرتك تقداري تفتحي موقع هيئة الخاصات السعودية تقري بالكامل طريقة الترخيص الAMRD هل هتسهل ولا هتضيف للAMRD أنا قلتها يمكن في الأول أنا شايفة أنهم two different destinations one track بمعنى أن البريتش وي على بعض أنا يعني بالنسبة لي مثلا كنت شاركت في بعض الorientation lectures للناس بتوع الAMRTH إن الAMRTHU عملوا recommendation وعملوا بالفعل ولو سألت أي حد في الAMRTHU السنة اللي فاتت هيقولك إن هو الطلب منه في المركز بتاعه أو المكان بتاعه أو الجامعة بتاعته اللي بتعمل training إن الأحسن تاخده الAMRDF أو الAMFD أو الAMFDS في دكاترة بتعمل training للجراحة مثلا زمالة الجراحة المتخصصة ما بيقبلوش غير ناس معينة وبتبقى الكراتيريا الأهم الكراتيريا للأجول هي الAMRDF والAMFDS حتى الـ Royal College نفسها لما تيجي تنزل courses وتكلمه ونتكلم معهم على مضوع زمالة المتخصصة وكذا بيبقوا بيركمند جدا الإجزامنر إن اللي داخل زمالة المتخصصة يبقى واخد زمالة عامة ليه؟ ده منطقي على فكرة بلد زي أرلندا أصلا الزمالة المتخصصة بتاعتها لو عايزة تدخلها للFD بتاعت أرلند مش هتدخلها من غير ما يكون معك زمالة عامة ده شرط يمكن بريطانيا أو سكوتلند الوضع مختلف بس بتلاقي برضو نفي ريكم منديشن ليه؟ عشان هم شايفين اللي دان بايزيكس انت زي مثلا أنا هتدخل تكلمني في أرثو وانت مش عارف الباراليكس تكنيك بتاع ريديو جراف فبالإضافة أني أنا عندي طلبة كتير جدا في الترينيج بروجرام بتاعت الامر أرثو والAMRD وبترجع تاخد الAMGDF والAMFDS أثناء فترة الترينيج ليه؟ أولا هو عايز يتعلم البيزيكس بالبريتش جادلاينز ثانيا هو عايز يدخل الإكسبرينس بتاعت امتحان زي الزمالة وقبل ما يدخل الامتحان الفاينال اللي بيبقى ليه عدد مرات محدود زي امتحان الAMRD فده برضو شوف تهم الإكسبرينس بتاعت الطلبة بتوعيونة بدرس لهم الكورس التحضيري للAMFDS والAMGDF والAMFD متاح عندنا أونلاين من فترة طويلة يعني مش من دلوقتي احنا من زمان بنتيه أونلاين بالكامل وبنعمل معاكم ترينيج one by one حتى الناس اللي محتاجة communication skills بنشتغل معاها ترينيج one by one بس مع كل واحد فيكو أنا والتيم بتاعي كلهم دكتور عبير ودكتور محمد طريق الAMRD دكتور إسلام أنا زي ما قلت لك I'm not the best اللي أنا أتكلم عليه بس أنا متأكدة أن دكتور محمود المسؤول بالكامل على بروجرام الزمالة عندنا حضرك لو بعت إيموكس هوصلوك بيه يقدر يفيدك من الناس اللي تقدر تفيدك في مصر وتقدر تكامل إزاي بيحتاج لوقتي قدي أنا اتفاقت معاكم إن اللي بياخد معاي بارت وان إحنا بارت وان بنيدي في النولدش بنيدي في البارك فمعاك 6 شهور طب بارت وانا بشدوكو بقى 4-5 شهور فده الماكسمم الترينيج اللي عندي 5 شهور من 4 إلى 5 مدة الكورس زي ما لسألها والله 6 شهور هنا وأسألة مكررة بس وأربع شهور إلي بناخده في الكورس بناخد 3 موديولز بشكل رئيسي بيبقى فيه بيبقى فيه بيبقى فيه وورال مدين واناتومي ونيورولوجي وسندرومز محضرة فرماكولوجي وبناخد جزء خاص بالموديولز بتاويول بتاع الستراطيف والسرجري بناخد ومناخد وبناخد وبناخد ومناخد وطبعا بيبقى فيه ترينيج ومراجعات وحل طبعا اسئلة بزال في بارت وانا انا مش فاهم السؤال يا دكتورة. انا مشكرة جدا يا دكتورة علا. شكرا لك. شكرا لك الله يكرمك. كم مدة بورت انا مش فاهم السؤال. كم مدة الكورس ولا كم مدة. هو امتحان. هي عبارة عن امتحانين. تقدرتي بيجاهزة الامتحاني دكتورة يسرق وتدخلي في اي وقت. لا. بارت وان ما هتاخديه يعني هيفيدك علما لكن هيفيدك بالنسبة لان انت تقدر تستفيد منها كاشهادة لك. زي هناخد النوتس. النوتس هنتاخدها تتباعد لكم بالنسبة الونلاين طبعا. بنتباعد بدي افسه والكوشنز بتبقى موجودة بدي افسه وحتى سورس بتاعت الكتب بنبعتها لكم بدي افسه. بتبقى متاحة على درايف كامل متكامل لوحدها عشان مضعش منكم. يعني انا بعملكو جدول من اول يوم. ما تخافوش لما بمشيكوها العجيب. يعني سألو زاوين كوروكو انها شريرة جدا. اه انا ربعا خمس شهور. يا دكتورة انها بقى ما تلاقيش هيت التذاكر ازاي دي بتاعتنا يعني احنا طبعا بنعملكو سكيلو المحترم من اول يوم للمحاضرات واي كزا ومعايد الكويزز ومعايد الامتحانات اللي بنعملها. دكتورة اسمي انا ممكن هكتب عتيلي طيب انا مش يعني معانا فيلوشاب عايزين تفاصيل ازاي نكمل مصر ماستر دي جريء بعتيلي. بعتيلي امبوكس. هي الحاجة بعتيلي قبل كده. انا حاسة انها حاجة بعتيلي قبل كده. في ليبيا الحقيقة احنا عندنا برانش كامل في ليبيا بروبر جايد وما تابع للاكاديمية. يعني هو مش تابع للاكاديمية هو يعني بيبقوا بيعرضوا الكورسات بتاعتنا. فان شاء الله هنرد عليكم لان انا عارف ان ترخيصها اتغير في ليبيا من سنة اللي فاتت. فترخيصها اتغير بصراحة يعني انا نص الترخيص نفسه في ليبيا مش عارفها. بس ان شاء الله خلي الجروب بتاعنا يرد عليكم. لان انا عارفة انها حصل فيها يعني اضافة شنيعة. اضافة هيلة يعني. اي حاجة بخصوص الكورس وما دخلتيش لمتحانياس طبعا ممكن نسمع المحاضرات لو حصلوا حيكوتي معنا في الكورس او كذا وحصل ظرف يعني. ما عنيش معلومات عنها في الكويت يا دكتورة دعاء. ما عنيش معلومات. بصراحة. بصراحة. المتحان جنرال. والله يا دكتورة لا انا لسه يعني حتى الان ووقتنا الحالي والأبديتد معترف بيها بس للأسف بيقى في ايش عاية. حضريك ممكن تفتحي البداع وتأكدي بنفسك لان ده حاجات احنا الناس لسه مرخصة بيها الكلام ده 2019. يعني اخر 2019 الناس مرخصة بيها بس في بعض الوقت الناس بتروح تسأل يحصل لابس يحصل لخبطة يقول لهم الكلام ده. ولازم سنين الخبرة. في ناس عقوقات تروح من غير سنين الخبرة عايز اترخص. لازم سنين خبرة زي الماستر. الماستر المصري لازم سنتين خبرة. التفاصيل بتاعتني ذاكر بكام يوم وكذا يعني بتتحسبش كده يعني بتتحسبش انك لازم تذاكر كل يوم. لكن احنا بنحط لكم جدول من المذاكرة ومن الامتحانات ومنشدوكم طبعا في اخر شهرين لكن كفاة جدا انك تذاكر المحاضرة بمحاضرتها. يعني انا رأيي شخصي ان هي الواحد لو كل اسبوع ذاكر المحاضرة اللي احنا بنديها لان احنا بندي محاضرة في الاسبوع. هتجي في الاخر يبقى عندك فرق كبير جدا. لا مش محتاجة تقدير محتاجة ان حاك تكون ناجح. من غير نفس السؤال مكرر. لا الكورس هو اللي اونلاين يا دكتور اميرة. الامتحان بتعمل في مصر بصفتي وشخصي. اوكي والامتحان طبعا اللي فات بس تأجل ظروف كورونا لكن الامتحان شهر عشرة مفتوحة زي ما هو الناس تدخل. احنا بنحضر له الكورس التحضيري بتاعه في الوقت الحالي. لكن الامتحان موجود من غير اونلاين. الامتحان بتعمل لائف بتعمل في قاعد فندق بورت وان. و بورت تو بتعمل في مستشفيات في مصر. الله يكرمك يا دكتور اينيس. لا لا بيقبع معك الاثنين. لا 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 فيش حاجة اسمها كده يا دكتور. دي حاجة و دي حاجة. الله يكرمك يا دكتور. الله يكرمك. الله يكرمك يا دكتور احمد. اوكسفورد الطابعة السادسة. تلحق يعني فترة بارت وان. انا مش فاهمة امي بس هرد. هرد على الحاجات اللي انا مش فاهمة. اعود اقراها كده بقى بمزاج. وارد عليها عشان. لو حد عايش تشتغل في بريطانيا. لازم يكون معا ترخيص بريطانيا. الاور اي او ال ال دي ا اصودي. امتحانات بتعملها رويل كالتش. شكرا جزيلا لكم. ان شاء الله اي اسئلة تانية هنجاوب عليها في الريبلاي. لان انا طبعا مسئلة كتير جدا ما شاء الله. فانا هرد عليها في الريبلاي. نعم تقدر تاخد بورت وان في رياض. شوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.